حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنة بن قعنة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمر عن ابي سلم عن المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الى ذهب المذهب ابعد حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عيسى بن يونس اخبرنا اسماعيل بن عبد الملك عن ابو الزبير عن جاذر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البراد انطلق حتى لا يراه احد حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد اخبرنا ابو التياد قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة كان يحدث عن ابو موسى فكتب عبد الله الى ابي موسى يسأله عن اشياء فكتب اليه ابو موسى اني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فاراد ان يقول فأتى دمثا في اصل جدار فبال ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يقول فليرتد لبوله موضع حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارد عن عبد العزيز بن صهيد عن انت بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاق قال عن حماد قال اللهم اني اعوذ بك وقال عن عبد الوارد قال اعوذ بالله من الخبز والخباب حدثنا الحسن بن عمع يعني استدوسي حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز هو ابن صهيد عن انت بهذا الحديث قال اللهم اني اعوذ بك وقال شعبة وقال مرة اعوذ بالله وقال وهيب عن عبد العزيز فليتعوذ بالله حدثنا عبر بن مردوغ اخبرنا شعبة عن قتابة عن النضر بن انت عن زيد بن ارقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذه الحشوش مستضرة فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبز والخباب حدثنا مسدد بن مسهد حدثنا ابو معاوية عن الاعمة عن ابراهيم عن عبد الرحمن بنزيد عن سلمان قال قيل له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخرارة قال اجل لقد نهانا صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول وان لا نستنجي باليمين وان لا يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار او نستنجي برجيع او عضم حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعطاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فاذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستفق بيمينك وكان يأمر بثلاثة احجار وينهى عن الغوث والرم حدثنا مسجد بن مسرهد حدثنا سفيان عن الزبي عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب رواية قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا فقدمنا الشام فوجدنا مراحيظة قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيد حدثنا عمر بن يحيا عن ابي زيد عن معقل بن ابي معقل من الاسدين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستغفر القبلتين ببول او غابط قال ابو داود وابو زيد هو مولى بن سعلى حدثنا محمد بن يحيا بن فارس حدثنا صبوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الاسدين قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا قال بلى انما نهي عن ذلك في الفضاء اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك بلا بأس حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيا بن سعيد عن محمد بن يحيا بن حفان عن عميه واسع بن حفان عن عبد الله بن عمر قال قد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مسقبل بيت المقدس لحاجة حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهو ابن جرير حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن ابان ابن طالح عن مجاه عن جادر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان يقفض بعام يستقبلها حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن الاعمش عن رجل عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يذنوا من الارض قال ابو داود رواه عبدالسلام ابن حرب عن الاعمش عن انس الدمالك وهو ضعيف قال ابو عيسى الرملي حدثنا احمد بن الوليد حدثنا عمر بن عون اخبرنا عبدالسلام به حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا ابن مهدي حدثنا اكريمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن هلال بن عيار قال حدثني ابو سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج رجلان يضربان الغائر ياشفين عن عورتهم يتحدثان فان الله عز وجل يمقط على ذلك قال ابو داود هذا لن يسمده الا عكريمة بن عمار حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عمر بن سعد عن خطيان عن الضحاك بن عثمان عن نافر عن ابن عمر قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه قال ابو داود واروي عن ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد عن خسادة عن الحسن عن حضين بن المنذر ابي ساسانة عن المهاجر بن قنفذ انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر اليه فقال اني كريت ان اذكر الله عز وجل الا على طهر او قال على طهر حدثنا محمد بن العلا حدثنا ابن ابي جائدة عن ابيه عن خالد ابن سلمة يعني السفاء عن البتي عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكر الله عز وجل على كل احيانه حدثنا نصر ابن علي عن ابي علي حنفي عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه قال ابو داود هذا حديث منكر وانما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعب عن الزهري عن انث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاسما من ورق ثم امقاه والوهم فيه من همام ولم يلوه الا همام حدثنا زمير بن حرب وهناد بن السري قال حدثنا وكيع حدثنا الاعمى قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاوو عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما هذا فكان لا يستنزه من البول واما هذا فكان ينشي في النميمة ثم دعا بعثيب رطب فشخه باثنين ثم غرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة وقال لعله يخفر عنهما ما لم ييبسا قال هناد يستجر مكان يستنزه حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال كان لا يستجر من بوله وقال ابو معارية يستنزه حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الاعمى عن غيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن فقال انطلقت انا وعمر بن العاف الى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ومعه زرقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا اليه يقول كما تقول المرء فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني اسرائيل كانوا اذا اصابهم البول قرعوا ما اصابه البول منهم فنهاهم وعذب في قبره قال ابو داود قال منصور عن ابي وائل عن ابي موسى في هذا الحديث قال جيب احدهم وقال عقم عن ابي وائل عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جسد احدهم حدثنا حق بن عمر ومسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعب وحدثنا مسدد حدثنا ابو عوانة وهذا لفظ حق عن سليمان عن ابي وائل عن حذيفة قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فباقة قوم فبال قائمه ثم دعا بماء فمسح على سفي قال ابو داود قال مسدد قال فذهبت اتى بعد فدعاني حتى كنت عند عقبه حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حجاج عن ابن جريد عن حكيمة بنت اميمة بنت عقيقة عن امها انها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا لاعمين قالوا ومن لاعمان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق النار او باللهن حدثنا اسحاق بن سويدن غمري وعمر بن الخطار ابو حق وحديثه اتم ان سعيد بن الفكم حدثهم قال اخبرنا نافع بن يزيد حدثني حيوة بن شريح ان ابا سعيد الحميري حدث عن معاجد جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال احمد حدثنا معمر اخبرني اشعث وقال الحسن عن اشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال احمد ثم يتوضأ فيه فان عامة الوسوات منه حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينقشق احدنا كل يوم او يبول في مغفر حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسر حدثنا معال بن هشام حدثني ابي عن قسادة عن عبد الله بن سرجسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحق قالوا لقسادة ما يقره من البول في الجحق قال كان يقال انها مساكن الجن حدثنا عمر بن محمد الناقض حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا اسرائيل عن يوسف بن ابي بردة عن عبيد حدثتني عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من الغائط قال اخران حدثنا مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسماعيل قالا حدثنا ابان حدثنا يحيا عن عبد الله بن ابي قسادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلا يمس ذكره بيمينه واذا اتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه واذا شربه فلا يشرب نفسا واحدا حدثنا محمد بن ادم بن سليمان المسيسي حدثنا ابن ابي زائدة قال حدثني ابو ايوه يعني افريقي عن عاصم عن المسيب ابن رافع ومعبد عن حارثة ابن وهبن القزاعي قال حدثتني حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثياله ويجعل شماله لما سوى ذلك حدثنا ابو ثوبة الربيع ابن نافع حدثني عيش ابن يونسا عن ابن ابي عروبة عن ابي معشر عن ابراهون عن عائشة قال كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من اذا حدثنا محمد بن حاسم ابن هزيع حدثنا عبد وهاب بن عطاء عن سعيد عن ابي معشر عن ابراهيم عن اسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حدثنا ابراهيم ابن موسى الغازي اخبرنا عيش ابن يونسا عن خور عن الفصين الفبراني عن ابي سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن اكل فما تخلل فليلطر وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستدر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رم فليستدر فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حق قال أبو داود رواه أبو عاصم عن ثور قال حصير محن يريد ورواه عبد الملك بن الصباح عن ثور فقال أبو سعيد الخير قال أبو داود أبو سعيد الخير هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهي بن الهنداني حدثنا المفضل يعني ابن فضالة المصري عن عياش بن عباس القفاني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القفاني قال إن مسلمة بن مخلد استعمل روايس عبد ثابت على أسل الأرض قال شيبان تسرنا معه من كوم شريك إلى علقماء أو من علقماء إلى كوم شريك يريد علقام فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخي على أن له نصف مما يغنم ولن النصف وإن كان أحدنا ليطير له النصف والريش وللآخر القدس ثم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعد فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وطرا أو استنجى برجيع جاب أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريد حدثنا يزيد بن خالد حدثنا مفضل عن عياش بن شييم بن بيتان أخبره بهذا الحديث أيضا عن أبي ثالي من الجيشاني عن عبد الله بن عمر نذكر ذلك وهو معه المرابط لحفن باب أليون قال أبو داود حفن أليون بالكصاق على جبل قال أبو داود وهو شيبان بن أمية يكن أبا حذي حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن إسحاح حدثنا أبو الزبير أنه سمع جاب ربنا عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمزح بعضم أو بعض حدثنا حيوة بن شريح الخنفي حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمر السيباني عن عبد الله بن البيلمي عن عبد الله بن مشعود قال قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد إنه أمتك أن يستنجوا بعضم أو روثة أو حممة فإن الله تعالى جعل لنا فيها رفقة قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذا حدثنا سعيد بن منصور وقريبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائر فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجدئ عنه حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمر بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطبابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع قال أبو ذاود كذا رواه أبو أسامة وابن مير عن هشام يعني ابن عروة حدثنا قصيبة بن سعيد وخلف بن هشام من المقرئ قال حدثنا عبد الله بن يحيى توأم وحدثنا عمر بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوأم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قال دال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال هذا ماء نتوضأ به قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني الواسقي عن خالد يعني الحزاء عن عطاء بن أبي ميمون عن آس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ومعه غلام معهم ضأة وهو أصغر فوضعها عند الصدرة فخضى حاجته فخرج علينا وقد سنجى بالماء حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قبابة فيه رجال يحبون أن يتطقروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية باب الرجل يذلك يده بالأرض إذا استنجى حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك وهذا لفظه وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمين حدثنا وفيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن المغيرة عن أبي زرع عن أبي هريرة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ثور أو ركوة فستنجى قال أبو داود بحديث وكيع ثم مسح يده على الأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوبق قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة فيرفعه قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالتواك عند كل صلاة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا محمد بن إسحار عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال أبو سلمة فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلام من أذن الكاتب فلما قام إلى الصلاة الثان حدثنا محمد بن عوخن الطائل حدثنا أحمد بن خالد حدثنا محمد بن إسحار عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال أرأيت توضع ابن عمر لكل صلاة طاهرة وغير طاهر عن ماذا؟ فقال حدثنيه أسماء بن جزيد بن الخطار أن عبد الله بن حنظلس بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرة وغير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر باتواه لكل صلاة فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدعو الوضوء لكل صلاة قال أبو داود إبراهيم بن ساعد رواه عن محمد بن إسحار قال عبيد الله بن عبد الله حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا حمات بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبي بردة عن عبي قال مسدد قال أتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فرأيته يستاك على نسانه قال أبو داود وقال سليمان قال دخلت على المبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك وقد وضع السواك على طرف نسانه وهو يقول إِه إِه يعني يتفور قال أبو داود قال مسدد فكان حديثا طويل ولكن مسترد حدثنا محمد بن عيسى حذرنا عن بسة بن عبد الواحد عن هشام بن عروة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنوا عنده رجلان أحببوا ما أكبر من الآخر فأوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر أعض السواك أكبركم قال أحمد هو ابن حزم قال لنا أبو سعيد هو ابن الأعراضي هذا مما تفرد به أهل المدينة حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن مسعر عن المقدان بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت استواء حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن عبد الله الأنطاري حدثنا عن بسة بن سعيد الكوفي الحاسد حدثني كثير عن عائشة أنها قالت كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاذ فيعطين سواك لأغفله فأبدأ به فأستاذ ثم أغفله وأدفعه إليه حدثنا يحيى بن معين حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفضرة قص الشاجب وإعساء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأبطار وغسل البراجم ونكف الإمط وحلق العامة وانتقاط الماء يعني الإسنجاء بالماء قال تكريا قال مصعب ونكيف العاشرة إلا أن تكون المضمرة حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شديد قالا حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد بن عمار بن ياسر قال موسى عن عبيت وقال داود عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمطة والاستنشاق فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية وزاد والحتام قال والانتضاح ولم يذكر انتقاط الماء يعني الاستنجاق قال أبو داود وروي نحوه عن ابن عباس وقال خمس كلها في الرأس وذكر فيها الفرق ولم يذكر إعفاء اللحية قال أبو داود وروي نحو حديث حماد عن طلق بن حبيب ومجاهد وعن بكر بن عبد الله المذني أولهم ولم يذكروا إعفاء اللحية وفي حديث محمد بن عبد الله بن أبي مريم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به وإعفاء اللحية وعن إبراهيم النخعي نحوه وذكر إعفاء اللحية والحتامة حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائ عن خذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوت فاه بالسواه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا بحذ بن حكيم عن ذرارة بن أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلى ثم استافه حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقج من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تثوك قبل أن يتوضى حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشين أخبرنا حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله عن أبي عن جده عبد الله بن عباس قال بد ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه أتى طهورة فأخذ سواكه خساس ثم تلا هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل وأن هذه لآيات لأولي الألباب حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها ثم توضأ فأتى مطلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك يشتاك ويقلي فكعتين ثم أوتر قال أبو داود رواه مفضين عن حصيم قال فتشوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة حدثنا مؤلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همان بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن صفيان عن ابن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة طهور وتحريهمها التكدير وتحليلها التكدير حدثنا محمد بن يحيا بن ثالث حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ وحدثنا مسدد حدثنا عيف بن يونث قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيا أفصل عن غطيف وقال محمد عن أبي غطيف الهدلين قال كنت عند عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصله فلما نودي بالعفر توضأ فقلت له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على قفر كتب الله له عشر حسنا قال أبو داود وهذا حديث مسدد وهو أتم حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن عليم وغيرهم قالوا حدثنا أبو اسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوهه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر قال أبو داود وهذا لقب بن العلاء وقال عثمان والحسن بن عليم عن محمد بن عباد بن جعفر قال أبو داود وهو الصواب حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وحدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زغيع عن محمد بن إسحاء عن محمد بن جعفر قال أبو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عاطم بن المنبر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجف قال أبو داود حماد بن زيد وقفه عن عاطم حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديد عن أبي سعيد الخضغي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يضرح فيها الحيض ولحم الكلاب ونة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود وقال بعضهم عن عبد الرحمن بن رافع حدثنا أحمد بن أبي شعيد وعبد العزيز بن يحيى الحرانيان قالوا حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاء عن صليق بن أيوب عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن الألصاري ثم العدوي عن أبي سعيد القدري قال سنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايد وعذر النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء قال أبو داود وسنعت قطيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عنقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت فإذا نقف قال دون العورة قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليهم ثم ذاعته فإذا عرضها فتة أزرع وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناءها عما كانت عليك قال لا ورأيت فيها ماء متغير اللون حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا ثمات عن أكرمه عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنوبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناء حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكل أن يغتل سبع مرار أولاهن بتراب قال أبو داود وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد حدثنا مسدد حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان وحدثنا محمد بن عبيل حدثنا حماد بن زيد جميعا عن عيوه عن محمد عن أبي هريرة بمعناه ولم يطعه وزاد وإذا ولغ الهر غسل مره حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثت عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغتلوه سبع مرات السابعة بالتراب قال أبو داود وأما أبو صالح وأبو رزين والأعرض وثابت الأحنف وهمام بن منبت وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن شابة حدثنا أبو التياح عن مطر عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحكل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرحف في كلب الصيف في كلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغتلوه سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب قال أبو داود وهكذا قال ابن مغفل حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بن كعبيب بن رفاعة عن كبشة بن كعبيب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فاستكبت له وضوءا جاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء ثم شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن داود بن طالح بن جينار سمار عن أمه أن مولاتها أصلتها بأريثة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيفة فجاءت فرة فأكلت منها فلما انتركت أكلت من حيث أكلت الفرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور عن إبراهيم عن عائشة قال كنت أستثل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا وفيعا عن أسامة بن زي عن ابن خربود عن أم سبية الجهنية قال اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من إناء واحد حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب عن نافع وحدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد من الإناء الواحد جميعا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيديا حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن داود بن عبد الله وحدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة زاد مسدد وليغترفا جميعا حدثنا ابن بشار حدثنا أبو داود يعني أقيالك حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي حاجب عن الحسن بن عمر وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن طفوان بن سلين عن سعيد بن سلم من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بن عبد الدار أخبر أنه سمع أبا بريرة يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عرشنا أفنتوضأ بماء البحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حدثنا حناد وثليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوته قال نبيه قال تمرة طيبة وماء طهور قال أبو داود وقال فليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك ولم يذكر أن ناد ليلة الجن حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أهيب عن داود عن عامر عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال ما كان معه منا أحد حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريك عن عطاء أنه كره الوضوء بالنبل والنبي وقال إن استيمم أعجب إلي منه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو خلدة قال سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابه وليس عنده ماء وعنده نبي أي اغتسل به قال لا حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زغير حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه منا وهو يأمهم فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصد ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وغامت الصلاة فليبدأ بالخلاء قال أبو داود روا وغيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو غمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن عبيد عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال ذهير حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حذرة حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبتان حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريع بن الحضرمي عن أبي حين المؤذن عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد إن يفعلهن لا يأم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانه ولا ينظر في فعر عيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حق حتى يتخف حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا أحمد بن علي حدثنا ثور عن يزيد بن شريح من الحضرمي عن أبي حين المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حق حتى يتخف ثم ساق نحوه على هذا البط قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانه قال أبو داود هذا ما سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد حدثنا محمد بن كثير حدثنا همام عن قتادة عن صفية بنت شيدة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسسل بالصفاع ويتوضع بالمجد قال أبو داود فواه أبان عن قتادة قال سمعت صفية حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا محين أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعب عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضع بالمجد حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب الأنصار قال سمعت عباد بن تنم عن جدته ويتوضع حدثنا محمد بن صباح البزاد حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضع بإناء يسع رقلين ويغتسل بالصاع قال أبو داود رواه يحنى بن آدم عن شريك قال عن ابن جبر ابن عتيق قال ورواه سفيان عن عبد الله بن عيسى حدثني جبر بن عبد الله قال أبو داود ورواه صعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر سمعت أنسا إلا أنه قال يتوضع بمكوك ولم يذكر رقلين قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبا ليقول الصاع خمسة أرقال وهو صاع بن أبي ذئر وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سعيد الجريري عن أبي نعام أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء حدثنا مستد حدثنا يحيا عن سفيان حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوت فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرني صاحب لي عن هشان بن عروة أن عائشة قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بثور من شبه حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشان بن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو الوليد وسهل بن حمد قالا حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمر بن يحيا عن أبي عن عبد الله بن زيدا قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتضب حدثنا قتيبة بن سعي حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه حدثنا أحمد بن عمر بن السرش حدثنا ابن وفن عن الزراوردي قال وذكر ربيعة أن تفسير حبيب النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضى ويغتثل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غصنا للجناة حدثنا مسجد حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي رجين وأبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في إناء حتى يغتلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده حدثنا مسجد حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال مرتين أو ثلاثة ولم يذكر أبا رزيني حدثنا أحمد بن عمر بن السرح ومحمد بن سلمة المرادي قالا حدثنا ابن وهب عن معاوية ابن صالح عن أبي مريم قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيغض أحدكم من نومه فلا يغتل يده في إناء حتى يغتلها ثلاث مرات فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده حدثنا الحسن بن عدي الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهي عن عطاء بن يديد الليخي عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمضا واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفته غفر الله له ما تقدم من دم حدثنا محمد بن المسنة حدثنا الضحاة بن مخلب حدثنا عبد الرحمن بن وردان حدثني أبو سلم بن عبد الرحمن حدثني حمران قال رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المطمضة والأسنشاق وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال من توضأ دون هذا كفاء ولم يذكر أمر الصدر حدثنا محمد بن داود الإسلام دراني حدثنا زياد بن يونس حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن السيمين قال سئل ابن أبي المليكة عن وضوء فقال رأيت عثمان بن عفان سئل عن وضوء فدعا بناء فأتي بميضاء فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضى ثلاثا واستمسر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده المصر ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماءا فمسح برأسه وأبنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن وضوء هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود أحاديث عثنان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح رأسي أنه مر فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى أخبرنا عبيد الله يعني ابن أبي دياد عن عبد الله بن عبيد ابن عمير عن أبي عالقمر أن عثنان دعا في ماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على الدكرة ثم غسلها إلى القوعين قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا قال ومسح برأيه ثم غسل رجليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت ثم ساء نحو حديث الزهري وأتم حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق ابن جمرة عن شقيق ابن سلمة قال رأيت عثمان بن عثان مثل ذراعي ثلاثا ثلاثا ومسح رأته ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا قال أبو جاود فواه وفيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا فقال حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أثانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يطمع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا فأتي بإناء فيه ماء ورص فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا فمضمض ونفر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال من تره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا حدثنا الحسن بن علي حلواني حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خيري قال صلى علي رضي الله عنه الغذات ثم دخل الرحبة فدعى بماء فأساه الغلام بإناء فيه ماء قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم سات قريبا من حديث أبي عوان قال ثم متح رأته مقدمه ومؤخرة مرة ثم ساق الحديث نحوه حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثني شعب قال سمعت مالك بن عرقوطة سمعت عبد خير رأيت علي رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض مع الإنشاق بماء واحد وذكر الحديث حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معين حدثنا ربيعة الكناني عن المنهار بن عمر عن ذر بن حبيش أنه سمع عاليا رضي الله عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ومتح على رأته حتى لما يقتر وغتل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا زياد بن أيوب طوسي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال فأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل جراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدا ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مستدد وأبو توبة قال حدثنا أبو الأحوص وحدثنا عمر بن عون أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاء عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرامي حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاء عن محمد بن طلحة بن يزيد بن يوكان عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال دخل علي علي يعني ابن أبي صالب وقد ذهرق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال فأصغى الإناء على يده فغسله ثم أدخل يده اليمنى فأصرغ بها على الأخرى ثم غسل كفيت ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء وضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فطبها على ناطية فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المربقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعلم ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك قال قلت وفن عليم قال وفن عليم قال قلت وفن عليم قال وفن عليم قال قلت وفن عليم قال وفن عليم قال أبو داود وحديث بن جريج عن شيبة يشفه حديث علي لأنه قال فيه حجاج بن محمد بن جريج ومسح برأسه مرة واحدة وقال ابن وفن فيه عن ابن جريج ومسح برأسه سلاة حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمر بن يحيا الماذني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمر بن يحيا الماذني هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنسر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأته بيديه فأقبل بهما وأدبر بدى بمقدم رأته ثم ذهب بهما إلى طفاة ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه حدثنا مسدد حدثنا خالد عن عمر بن يحيا الماذني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة ثم ذكر نحوه حدثنا أحمد بن عمر بن استرح حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارف أن حبان بن واتع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم الماذني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وقوءه وقال ومسح رأته بماء غير قبل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا حريز حدثني عبد الرحمن بميسرة الحضرمي سمعت المقدام ابن معدي كرب الكندي قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضى فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض والتنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعدم الأمطاري لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المخدام ابن معدي كربا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القطر ثم ردهما إلى الوكان الذي بدأ منه قال محمود قال أخبرني حريز حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الإثناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما زاد هشام وأدخل أصابعه في صماح أذنيه حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مال أنا معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع فلما بلغ رأته غرف غرفة من ماء فتلقاها بشناده حتى وضعها على وفق رأته حتى قطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن محمد بن عفير عن ربيع بنت معود بن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اشكو به وضوءا فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأدنيه كلديهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا قال ابو جاود وهذا معنى حديه مسدد حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سبيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا حدثنا قطيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قالا حدثنا ليس عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بن معود بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها ومسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن غيئته حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي أن ربيع بن معود بن عفراء أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضى قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة حدثنا مسجد حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل عن ربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم نسح برأيه من فضل ماء كان في يده حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا وكيع حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع ابن تمعود بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في حجغي إذنيه حدثنا محمد بن عيسى ومسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ليس عن خلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القزان وهو أول قف وقال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى اخرج يديه من تحيئ ذنيه قال مسدد فحدثت به يحيا فأنكره قال عبد داود وسنعد أحمد يقول إن ابن عينة ذعم أنه كان ينكره ويقول إيش هذا طلحة عن عديه عن جده حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عباد بن منصور عن أكرمة بن خالد عن سعيد بن جبي عن ابن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا قال ومتح برأسه وأذنيه مسحة واحدة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد وحدثنا مسدد وقتهبة عن حماد بن زيد عن فنان بن ربيعة عن شهر بن حوشة عن أبي أمامة وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المقين قال وقال الأذنان من الرأس قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة قال قتيبة قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة يعني قصة الأذنين قال قتيبة عن فنان أبي ربيعة قال أبو داود وهو ابن ربيعة كنيته أبو ربيعة حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف طهور فدعى بناء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبثاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين ضاطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا النضوء فمن زاد على هذا أو نقص قد أتاء وظلم أو ظلم وأتاء حدثنا محمد بن العلاء حدثنا زيد يعني ابن الحباب حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشني عن الأعرق عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا هشام بن سعر حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال قال لنا ابن عباس أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فدعا بإناء فيه ماء فاخترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى ويد تحت النعب ثم صنع باليسرى مثل ذلك حدثنا مستد حدثنا يحيى عن كثيان حدثني غيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال ألا أصبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة حدثنا حميد بن مسعبة حدثنا معتمع قال سمعت ليسا يذكر عن قنحة عن جده قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسير من وجهه ولحيته على فضره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاة حدثنا عبد الله بن مسلم عن نارك عن أبي الزناد عن أعرق عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفر حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ذئب عن قارغ عن أبي غففان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثة حدثنا قصيفة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لطير بن صبرة عن أبيه لطير بن صبرة قال كنت واثد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادق في منذل وصادقنا عائشة أم المؤمنين قال فأمرت لنا بخزيرة فطنعت لنا قال فأوتينا بقناع ولم يقل قتيبة القناعة والقناع فالطبق فيه ثمر ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أفرتم شيئا أو أمر لكم بشيء قال قلنا نعم يا رسول الله قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة سيعر فقال ما ونت يا فلان قال بهمة قال فاذبح لنا مكانها شاتا ثم قال لا تحكبن ولم يقل لا تحتبن أن من أجلك لبحناها لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بحمة لبحنا مكانها شاتا قال قلت يا رسول الله إن دين رأة وإن في لسانها شيء يعني البذاء قال فرلقها إذن قال قلت يا رسول الله إن لها فحبة ولي منها ولد قال فمرها يقول أبعب فإن يك فيها خير ستفعل ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسلغ الوضوء وخلل بين الأطابع وبالغ في الاسم شاق إلا أن تكون صائر حدثنا عقوة بن مكرم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريد حدثنا إسماعيل بن كبير عن عاصم بن لقيق بن صبرة عن أبيه وافد بني المنتفق أنه أتى عائشة فذكر معناه قال فلم ينشد أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلع ويتكفى وقال عقيدة ما كان خزيرة حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريد بهذا الحديث قال فيه إذا توضأت فمطمت حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن ناكع حدثنا أبو المليح عن الوليد بن دوران عن أنث يعني ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحياته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل قال أبو دعود والوليد بن دوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقيب حدثنا أحمد بن محمد بن حنفر حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن توبان قهل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العطائب حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقر عن أنث بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأيه ولم نوطب العمامة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمر عن أبي عبد الرحمن القبلي عن المستورد بن شجاب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدرك أصابع رجليه بخنصره حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني نونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أباه المغيرة يقول عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غذوة تبوك قبل الفجر فعدلت معه فأناخى النبي صلى الله عليه وسلم فتبرد ثم جاء فسكرت على يده من الإذاوة فغسل كسيت ثم غسل وجهه ثم حسر عن زراعيه فضاق كما جثته فأدخل يديه فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما إلى المرفق ومتح برأيه ثم توضأ على كفيت ثم ركب فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن النعوذ فصلى بهم حين كان وقت الصلاة ووجدنا عبد الرحمن وقد ركع بهم ركعة من صلاة الفجر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف مع المسلمين فصلى وراء عبد الرحمن ابن عوب الركعة ثاني ثم سلم عبد الرحمن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فهزع المسلمون فأثروا التسبيح لأنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم قد أصبتم أو قد أحسنتم حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد وحدثنا مسدد حدثنا المعتمر عن التيني حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومتحنا في يده وذكر فوق العمامة قال عن المعتمر سمعت أبي يحدث عن بكر ابن عبد الله عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على القفين وعلى نافيته وعلى عمامته قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثني أبي عن الشعبية قال سمعت عروة ابن المغيرة ابن شعبة يذكر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقبه ومع إداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأخرجت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعي وعليه جبه منصور من جباب الروم ضيقة الكمين فضاخت فادرعهما اجراعا ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال لي دعي الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما ظاهرتان فمسح عليهم قال أبي قال الشعبي شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا غدبة ابن خالد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعن جرارة ابن أوفه أن المغيرة ابن شعبة قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه القصة قال فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصل بهم الصبح لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر فأومأ إليه أن يمضي قال فصليت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خلفه ركعة لما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي شبق بها ولم يزد عليها قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن زبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه تجدتاء السهل حدثنا عبيض الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي بكر يعني ابن حق بن عمر ابن سعد سمع أبا عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيته قال أبو داود هو أبو عبد الله مولى بنتين بن مرة حدثنا علي بن الحسين الدرهمي حدثنا ابن داود عن بكير بن عمر عن أبي زرعة بن عمر بن جرير أن جريرا بالا ثم توضأ فمسح على القفين وقال ما ينعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعي بن الحراني قالا حدثنا وكيع حدثنا زلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن عبي أن النجاشي أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهم قال مسدد عن ذلهم بن صالح قال أبو داود هذا مما تفرد به أهل البصرة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن حين هو الحسن بن صالح عن بكير بن عمر بن زجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على القفين فخد يا رسول الله أنا فيه قال بل أنت نفيه بهذا أمرا من ربي عز وجل حدثنا حف بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم وحمد عن إبراهيم عن أبي عبد الله الجدري عن حزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسح على القفين للمسافر ثلاثة أيام وللنقين يوم وليلة قال أبو داود رواه منصور بن المعتمر عن إبراهيم التيمي بإثنان قال فيه ولو استزدناه لذا ذات حدثنا يحيى بن معين حدثنا عمر بن الربيع بن طارق أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزيل عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين أنه قال يا رسول الله أنسح على القفين قال نعم قال يوما قال يوما قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما شكت قال أبو داود رواه بن أبي مريم المصري عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزيل عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة قال فيه حتى ذلغ سبعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وما بدى لك قال أبو داود وقد استلثا في الإسناد وليس هو بالقوي ورواه بن أبي مريم ويحيى بن إسحاق والسليخ عن يحيى بن أيوب وقد استلثا في الإسناد حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن خفيان الثوري عن أبي خيسن الأودي وعبد الرحمن بن ثروان عن هزير بن شرحفين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلي قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفي قال أبو داود ورؤي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود وانبراء بن عاذب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريب ورؤي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباد حجثنا مسدد وعباد بن موسى قال حجثنا هشيم أن يعلم عن عطاء عن أبيه قال عباد قال أخبرني أوس بن أبي أوسن الثقافي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه وقال عباد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم يعني الميضة ولم يذكر مسدد الميضة والكظام ثم اتفقا فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه حدثنا محمد بن الصباح البزاد حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزينات قال ذكره أبي عن عروة بن زبير عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين وقال غير محمد على ضحر الخفين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حق يعني ابن غيات عن أعمش عن أبي إسهاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي كان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الظاهر خفين حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش بإسنادة بهذا الحديث قال ما كنت أرى باقنا القدمين إلا أحق بالغفل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على غفر خفين حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حق بن غيات عن الأعمش بهذا الحديث قال لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على غفر خفين ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده قال كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما قال وكيع يعني الخفين ورواه عيش بن يونس عن الأعمش كما رواه وكيع ورواه أبو السوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال فأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدمي وقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله وساق الحديث حدثنا موسى بن مروان ومحمود بن خالد دمشقي المعنى قال حدثنا الوليد قال محمود أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الكفين وأسفلهم قال أبي داود وبلغني أنه لم يسمع طور هذا الحديث من رجاء حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن مجاه عن سفيان بن الحكم السفري أو الحكم بن سفيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذال يتوضأ وينطبر قال أبي داود وافق سفيان جماعة على هذا الاسناد وقال بعضهم الحكم أو ابن الحكم حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن غجل من ثقيل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم نضح فرج حدثنا نصر بن المهاجر حدثنا معاوية بن عمر حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ونضح فرج حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب سمعت معاوية يعني ابن صالح يحدث عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدام أسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي فأدركت رسول الله يسعب الناس فسمعته يقول ما منكم من أحد يسوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب فقلت بخل بخل ما أجود هذا فقال رجل من بين يدي التي قبلها يا عقبة أجود منها فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب فقلت ما هي يا أباح قال إنه قال آنفا قبل أن تجي ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ من وضوءه أشخد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا قتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء قال معاوية وحدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إبريسى عن عقبة بن عامر حدثنا الحسين بن عيسى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ عن حيوة وهو ابن شريح عن أبي عقيل عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر أمر الرعاية قال عند قوله أحسن الوضوء ثم رفع بطره إلى السماء فقال وساخ الحديث بمعنى حديث معاوية حدثنا محمد بن عيسى حدثنا شريك عن عمر بن عامر البجري قال محمد هو أبو أسد بن عمر قال سألت أنت ابن مالك عن الوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نصل الصلوات بوضوء واحد حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن حفيان حدثني عن حمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ومسح على خصفين فقال له عمر إني رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته حدثنا ثارون بن معروف حدثنا ابن وهب عن جرير بن حازم أنه سمع قسادة ابن دعامة حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقتوضأ وترك على قدمه مثل موضع الغفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوء قال أبو داود هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم ولم يروه إلا ابن وهب وحده وقد روي عن مهفر بن عبيد الله الجذري عن أبي الزبير عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماس أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى خفاده حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية عن عجير وابن سعد عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قزمه ذمعة قد جرغم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أحمد بن أبي بن خلق قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد بن ثمين عن عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة حتى يخيل إليه وقال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ليه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ليها حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى وعبد الرحمن قالا حدثنا سفيان عن أبي روط عن إبراهيم التيني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوقع قال أبو داود كذا رواه الفريابي وغيره قال أبو داود وهو مرسل إبراهيم التيني لم يسمع من عائشة شيء قال أبو داود مات إبراهيم التيني ولم يبلغ أربعين سنة وكان يكنى أبا أسماء حدثنا عحمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوقع قال عروة من هي إلا أنت تضحك قال أبو داود هكذا رواه زائدة عبد الحميد الحماني عن سبيمان الأعمش حدثنا إبراهيم بن مسند الطالقاني حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مغراء حدثنا الأعمش أخضرنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث قال أبو داود قال يحيى بن سعيد من القطان لرجل احكي عني أن هذين يعني حديث الأعمش هذا عن حبيب وحديثه بهذا إثنات بالمصطحابة أنها تتوضأ لكل صلاة قال يحيى احكي عني أنه ما شبه لا شيء قال أبو داود واروي عن الثوري قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني يعني لم يحدثهم عن عروة بن زبير بشيء قال أبو داود وقد روى حمزة الزيات عن حبيب عن عروة بن زبير عن عائشة حديثة صحيحة حدثنا عبد الله بن مسلم عن نالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مسك الزكر فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضى حدثنا مسدد حدثنا مدازم بن عمر من حنبي حدثنا عبد الله بن بدر عن خيس بن طلق عن أبيه قال قدنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل كأنه بدوي قال يا نبي الله ما ترى في مسك الرجل ذكره بعدما يتوض فقال هل هو إلا مضغة منه أو قال ضبعة منه قال أبو داود رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير الرازي عن محمد بن جابر عن خيس بن طلق حدثنا مسدد حدثنا محمد بن جابر عن خيس بن طلق عن أبيه بإثنانه معنا وقال في الصلاة حدثنا عثمانه أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الراضي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الضراء بن عازي بن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها وسئل عن لحوم الغنب فقال لا توضأوا منها وسئل عن حضلات في مبارك الإبل قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن حضلات في مراضي الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة حدثنا محمد بن العباء وأيوب بن محمد الرقي وعمر بن عثمان الفنسي المعنى قالوا حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا هلال بن ميمون الجهني عن عطاء بن يزيدا ليسي قال هلال لا أعلمه إلا عن أبي سعيد وقال أيوب وعمر عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاثا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريه فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحث بها حتى توارث إلى الإب ثم مضى فقل للناس ولم يتوق قال أبو داود زاد عمر في حديثة يعني لم يمس ماء وقال عن بلال بن ميمون الرملي ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن بلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا سعيد حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبي عن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفتي فمر بجج أسكمي فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال أيكم يحبوا أن هذا لك وساق الحديث حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يساء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شات ثم صلى ولم يتوضى حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن سليمان الأنباري المعنى قال حدثنا وقيع عن نسعر عن أبي صفرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفة فجعل يحذني بها منه قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة قال فألقى الشفة وقال ما له تربت يداه وقام يصلي ذات الأنباري وكان شاربي وفا فقصه لي على ثوات أو قال أقصه لك على ثوات حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوة حدثنا ثماك عن عكرم عن ابن عباس قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته ثم قال حدثنا حفظ بن عمر النمري حدثنا همام عن قسادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهش من كتف ثم صلى ولم يتوضى حدثنا إبراهيم بن الحسن الخسعم حدثنا حجات قال ابن جريت أخبرني محمد بن المنكدر قال سمع لجابر بن عبد الله يقول قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى ظهره ثم دعا بفض طعامه فأكله ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ حدثنا موسى بن سهل أبو عمران الضملي حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار قال ابو داود هذا اختصار من الحديث الأول حدثنا أحمد بن عمر بن السرح حدثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال ابن السرح بن أبي كريمة من خيار المسلمين قال حدثني عبيد بن ثمامة المرادي قال قدم علينا مصر عبد الله بن الحارف بن جز من أطحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد مصر قال لقد رأيتني سابع سبعة أو سابس ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار رجل فمر بلال فناداه بالصلاة فخرجنا فمررنا برجل وبرمته على النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرابت برمته قال نعم بأبي أنت وأمي فتناول منها قطعة فلم يزل يعلقها حتى أحمد الصلاة وأنا أنظر إليه حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن شعبه حدثني أبو بكر بن حط عن الأغر عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما أنضجت النار حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن يحيا يعني ابن أبي كثير عن أبي سلم أن أبا سخيان بن سعيد بن المغيرة حدث أنه دخل على أم حبيبة فسخته قدحا من سويق فدعا بماء فتمضمض فقالت يا ابن أختي ألا توضأوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار أو قال مما مست النار قال أبي داود في حديث الزهري يا ابن أخي حدثنا أسيفة بن سعيد حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرد لبنا فدعا بماء فتمضمض ثم قال إن له دسم حدثنا عثمان أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن نبي بن راشد عن توبة العنبري أنه سمع أنس بن مالك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرد لبنا فلم يمضمط ولم يتوضأ وصل قال زيد دلني شعبة على هذا الشيء حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع حدثنا ابن المبارك عن محمد بن إسحار حدثني صدقة بن يتار عن عقيل بن جابر عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشرهين فحلف أن لا أنتهي حتى أخري قدمه في أفحاب محمد فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منهلا فقال من رجل يكلأنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كنا بفم الشعب قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب تجع المهاجري وقام الأنصاري يطل وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بثهر فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وتجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا بالفرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله ألا أن بحثني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقعها حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريح أخبرني نافع حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخبرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم حدثنا شاذ بن فياض حدثنا هشام من الدستوائد عن قتادة عن أنس قال كان أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخطق رؤوسهم ثم يطلون ولا يتورقون قال أبو داود زاد فيه شعبة عن ختادة قال كنا نخطق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه ابن أبي عروبة عن ختادة بلفظ آخر حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيل قالا حدثنا حماد بن سلم عن ثابت البناني أن أنس ابن مالك قال قيمت خلاف العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة فقام يناجيه حتى نعث القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام ابن حرب وهذا لقض حديث يحيى عن أبي قالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفف ثم يقوم فيصلي ولا يتوضى قال فقلت له صليت ولم تتوضى وقد منت فقال إنما الوضوء على من نام متجعة زاد عثمان وهناد فإنه إذا اتجعت ترخت مفاصله قال أبي داود قوله الوضوء على من نام متجعة هو حديث منكر لم يرمه إلا يهد أبو خالد الدالاني عن قتادة وروا أوله جماعة عن ابن عباث ولم يكتروا شيئا من هذا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي وقال شعبا إنما سمع قسادة من أبي العالية أربعة أحاديث حديث يونس بن متة وحديث بن عمر في الصلاة وحديث القضاة ثلاثة وحديث بن عباس حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر قال أبو داود وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني التعظام وقال ما ليزيد الدالاني يدخل على أبهاب قسادة ولم يعبع بالحديث حدثنا خيوة بن شريح الحمصي في آخرين قالوا حدثنا بقية عن الوظين بن عطاء عن محفوظ بن علحمة عن عبد الرحمن بن عائش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء استهي العينان فمن نام فليسور حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية وحدثنا عثنان بن أبي شيبة حدثني شريك وجغير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نترضأ من موطئ ولا نكف شعر ولا ثوب قال أبو داود قال إبراهيم بن أبي معاوية فيه عن أعمش عن شقيق عن نسرو أو حدثه عنه قال قال عبد الله وقال أن عن شقيق أو حدثه عنه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن خطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينطرف فليتوضى وليعب الصلاة حدثنا قسيدة بن سعيد حدثنا عبيدة بن حميد الحزاء عن الرحيم بن الربيع عن حسين بن قبيص عن علي رضي الله عنه وقال كنت رجلا مداء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل إذا رأيت المذيى فاغتل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتل حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذيو ماذا عليه فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فليمضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ذهير عن هشان بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا قال فسأله للمقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخسل ذكره وأمتيه قال أبو داود ورواه الثوري وجماعة عن هشان عن أبي عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أبي عن هشان بن عروة عن أبي عن حديث حدث عن علي بن أبي طالب قال قلت للمقداد فذكر معناه قال أبو داود ورواه المفضل بن فضال وجماعة والثوري وابن عيين عن هشان عن أبي عن علي بن أبي صاد ورواه بن إسحاق عن هشان بن عروة عن أبي عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أمتيه حدثنا نسدد حدثنا إسماعي يعني ابن إبراهيم أخبرنا محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن عبي بن السباق عن أبي عن سهل بن حني قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر من الاجتفاء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجديك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يخيب ثوبي منه قال يخيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أطاب حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عبد الله بن و حدثنا معاوية يعني ابن خالق عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمي عبد الله بن سعد من الأنصار قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب الغطر وعن الماء يقوم بعد الماء فقال ذاك المذيو وكل فشل يمدي وتغتل من ذلك فرجك وأمتييك وتوب وضوءك للصلاة حدثنا هارون بن محمد بن بكار حدثنا مروان يعني ابن محمد حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائب قال لكما فوق الزاء وذكر مؤاكلة الحائب أيضا وساق الحديد حدثنا هشام ابن عبد الملك اليزني حدثنا بقية ابن الوليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن ابن عائد الأزي قال هشام وهو ابن قرط أمير حمد عن معاد ابن جبر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لغجل من امرأته وهي حائب قال فقال فوق الإزار وتعفف عن ذلك أفضل قال ابو داود وليس هو يعني حديث بالقوي حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو أخبرني عمر يعني ابن الحارث عن ابن شهاد حدثني بعض من أرضى أن سهل ابن سعب السعيدية أخبره أن أبي ابن سعب أصبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل ذلك رفطة للناس في أول الإسلام لغلة ثيام ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك قال أبو داود يعني الماء من الماء حدثنا محمد بن مهران البداز الراضي حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل ابن سعب حدثني أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يحسون أن الماء من الماء كانت رخصها رسول الله في بدء الإسلام ثم أمر بالإغتسال بعد حدثنا مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي حدثنا هشام وشعب عن حسادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع وأنزق الختان في الختان فقد وجب الغسل حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو أخبرني عمر عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وكان أبو سلمة يفعل هذا حدثنا مسدد ابن مسرهد حدثنا إسماعير حدثنا حميد الطويل عن أنث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه قال أبو داود وهاكذا رواه بشام بن زيد عن أنث ومعمر عن قداد عن أنث وقالح بن أبي الأخضر عن الظهي كلهم عن أنث عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمد عن عبد الرحمن بن أبي راكع عن عمته سلمة عن أبي راكع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغسسل عند هذا وعند قال قلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأبهر قال أبو داود وحديث أنث أفح من هذا حدثنا عمر بن عون حدثنا حفظ بن غياس عن عاق من الأحول عن أبي المتوكل عن أبي تعيذ الحدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم بدى له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تطيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغتل ذكرك ثمنا حدثنا مسدد وقتيبة بن سعي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنوب توضأ أوه للصلاة حدثنا محمد بن الصباح البلداز حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري بإسناده ومعناه ذاذ وإذا أراد أن يأكل وهو جنوب غسل يديه قال أبو داود ورواه ابن وهب عن يونس وجعل حصة الأكل قول عائشة مغفورة ورواه صالح ابن أبي الأخضر عن الزهري كما قال ابن المبارك إلا أنه قال عن عروة أو أبي ورواه الأوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك حدثنا مسدد حدثنا يحيا حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ تعني وهو جنوب حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلم أخبرنا عقاء الخراثاني عن يحيا بن يعمر عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخخ للجنوب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ قال عبد أود بين يحيا بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمر الجنوب إذا أراد أن يأكل توضأ حدثنا مسدد حدثنا معتمر وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا كرد بن سنان عن عباذة بن نسي عن غضيف بن الحارق قال قلت لعافشة أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في أول الليل أو في آخره قال ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره قال ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر حدثنا حص رسول الله قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أسود عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمث ما قال أبو داود حدثنا الحفن بن علي الواسقي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهو يعني حديث الإسحاق حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن عمر بن مرر عن عبد الله بن سلم قال دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجلان رجل من ورجل من بني أسد أحفظ فبعثه علي رضي الله عنه وجه وقال إنكما علجان فعالجا عن دينكما ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بما فأخذ نوه حكمة فتمسح بها ثم جعل وقرأوا القرآن فأنكروا ذلك فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئون القرآن ويأكل معنى اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنة حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن نصعر عن واصل عن أبي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه فقال إني جنب فقال إن المسلم لا ينس حدثنا مسدد حدثنا يحيا وبشر عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة فقال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق من طرق المدينة وأنا جنب فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا غير قال قلت إني كنت جنوبة فشرفت أن أجالسك على ليل طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجم وقالت حديث بشر حدثنا حميد حدثني بكر حدثنا مسدد حدثنا الأثبت بن خليفة قال حدثت ني جسرة بن جدجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع الحوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج إليهم بعد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد إني لا أحل المسجد لحائد ولا دل قال أبو داود هو فليت العامر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن بياد الأعلم عن الحلم عن أبي بكر فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة فجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاءت ورأسه يقطر فصل بك حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعما وقال في أوله فكبر وقال في آخره لما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنوبا قال أبو داود رواه الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال فلما قام في مصلاة وانتظرنا أن يكبر إن صرف ثم قال كما أنتم قال أبو داود ورواه أيه وابن عون وإشام عن محمد مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومأ بيده إلى القوم أن يجلسوا فذهب فاركسا وكذلك رواه مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة قال أبو داود وكذلك حدثناه مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان عن يحيا عن ضبيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر حدثنا عمر بن عثمان حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدي وحدثنا عياش بن الأزرق أخبرنا ابن وهب العيون وحدثنا محمد بن خالف حدثنا إبراهيم بن خالف إمام مسجد صنعاء حدثنا رباح عن معمى وحدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد عن الأوزاعي كلهم عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مقامه ذكر أنه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع إلى بيت فخرج علينا ينطف رأسه وقد اغتسل ونحن رفوف وهذا لفظ بن حرب وقال عياش في حديث فلم نزل قياما نمتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل حدثنا قسيبة بن سعيد حدثنا حماد بن خالد الخيار حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن عقاس عن عائشة فقالت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلد ولا يذكر احتلام قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلد قال لا غصل علي فقالت أم سلين المرأة ترى ذلك عليها غصل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال عرض عن عائشة فأنا أم سليم الأنصارية يا أم أنس بن ماد قالت يا رسول الله إن الله عز وجل لا يستحي من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا قالت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل تغتسل إذا وجدت الماء قالت عائشة فأقبلت عليها فقلت أف لك وهل ترى ذلك المرأة فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تريبك يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشباب قال أبو داود وكذلك رواع قيل والزبيدي ويونس وابن أبي الزهري عن الزهري وإبراهيم ابن أبي الوزير عن مالك عن الزهري ووافق الزهري ووافق الزهري مسافع الحجري قال عن عروة عن عائشة وأما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سنيم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعندي عن مالك عن ابن شهاب عن عرور عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجنة قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه قدر الفرق قال أبو داود وروى ابن عيينة نحو حديثنا قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول الفرق ستة عشر فرق وسمعته يقول صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وفرقال فمن قال ثمانية أرطال قال ليس ذلك بمحكول قال وسمعت أحمد يقول من أعطى في صدقة الفطر برقنا هذا خمسة أرطال وثلثة فرد أوفى قيل الصيحاني ذكير قال الصيحاني أريد قال لا أجل حدثنا عبد الله بن محمد النفيري حدثنا زهيري حدثنا أبو إسحا أخبرني سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصل من الجنام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيد على رأسي ثلاثة وأشار بيديه كلتيهما حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاطم عن حمضلة عن الخاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختسر من الجنابة دعا بشيء من نحو الخلاب فأخذ بكفيه فبدأ لشق رأسه الأيمن ثم الأيثر أما أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن زائدة ابن قدامة عن صدقة حدثنا جميع بن عمير أحد بني سيم الله بن فعلبة قال دخلت مع أمي وقالت على عائشة فسألتها إحداهما كيف كنتم تطنعون عند الغسل فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من أجل الغفر حدثنا سليمان بن حرب الواشقين ومسدد قالا حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عديد عن عائشة قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله وقال مسدد غسل يديه يطب الإناء على يده اليمنى ثم اتفقا فيغسل فرجه قال مسدد يفرغ على شماله وربما كنت عن الفرد ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يدفل يديه في الإناء فيخلل شعره حتى إذا رأى أنه قد أطاب بشرة أو أنقى البشرة أطرغ على رأسه ثلاثة فإذا فضل فضلة طبها عليه حدثنا عمر بن علي الباهري حدثنا محمد بن أبي علي حدثني سعيد عن أبي معشر عن النفعي عن أسود عن عائشة قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهم ثم غسل مرافغه وأفاض عليه الماء فإذا أنقاهما أهوى بهما إلى حائط ثم يستخبل الوضوء ويفيض الماء على رأسه حدثنا الحسن بن شوفر حدثنا هشيم عن عروة الهمداني حدثنا الشعبي قال قالت عائشة رضي الله عنها لإن شئتم لأري أنكم أثر يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجناب حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب حدثنا ابن عبيات عن خالته ميمونة قال وضعف النبي صلى الله عليه وسلم غطلا يغتسل من الجناب فأكثأ الإناء على يده اليمن فغسلها مرتين أو ثلاثة ثم صب على ترجه فغسل ترجه بشماله ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم تمضمض والتنشط وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجيه فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده فذكث ذلك الإبراهيم فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة قال أبو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود كانوا يكرهونه للعادة فقال هكذا هو ولكن وجدته في هتابي هكذا حدثنا حسين بن عيسى القراثاني حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن شعبة فقال إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه فنسي مرة كم أفرغ فسألني كم أفرغ فقلت لا أدري فقال لا أم نف وما يمنعك أن تدري ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على جنده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضغر حدثنا قسيبة بن سعيد حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمساً والغسل من الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة حدثنا نصر بن علي حدثني الحارث بن وجيه حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغفل الشعر وأنق البشر قال أبو داود الحارث بن وجيه حديثه منكر وهو بعيد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن ذاذان عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثة وكان يجد شعرة حدثنا عبد الله بن محمد مفيلي حدثنا ذهير حدثنا أبو إسحاف عن الأسر عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ويصلي الركعتين وصلاة الغدات ولا أراه يحدث وضوءا بعده حدثنا ذهير بن حرب وابن السر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين وقال ذهير أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ذكر رأتي أفأنقذه للجنابة قال إنما يحفيت أن تحفني عليه ثلاثة وقال ذهير تحفي عليه ثلاث حتيات من ماء ثم تحيضي على سائر جسدك فإذا أنت قطه حدثنا أحمد بن عمر بن ستر حدثنا ابن نافع يعني صائر عن أسامة عن المقبورين عن أم سلمة أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال فيه واغمذي قرونك عند كل حفظ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن طفية بنت شيء عن عائشة قالت كانت إحدامة إذا أطابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات آتذا تعني بكفيها جميعا وتطب على رأيها وأخذت بيد واحدة وطبتها على هذا الشخص والأخرى على الشخص الآخر حدثنا مطل بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بن جقل عن عائشة رضي الله عنها قال كنا نستثل وعلينا الضماد ونحن مع رخول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات حدثنا محمد بن عوض قال قرأه في أصل إسماعيل بن عيال قال ابن عوض وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبي قال أثاني جبير بن نفير عن الغسل من الجناب أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينش رأسه فليغفله حتى يبنغ أقول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها حدثنا محمد بن جعفر بن زياد حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأته بالخطني وهو جون يجتزئ بذلك ولا يصب على هلمه حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة بن عامر عن عائشة فيما يخيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب علي الماء ثم يأخذ كفا من ماء ثم يصبه عليه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا ثابت البناني عن أنت بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشارفوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله سبحانه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاحتزلوا النتاء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير نتاح فقالت اليهود ما يريد هذا رجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا قال فنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننفحهن في المحيض فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعتت آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن المغدان بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع ثمه في الموضع الذي فيه وبعضه وأشرب شراره فأناوله فيضع ثمه في الموضع الذي كنت أشرب منه حدثنا محمد بن كثير حدثنا سخيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأته في حجري فيقرأ وأناحى حدثنا نسدد بن مسرهد حدثنا أبو معاوية عن الأعمح عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين القمرة من المسجد فقلت إني حاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهير حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن معادة أن امرأة سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقال أحرورية أنت لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء حدثنا الحسن بن عمر أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن عيوب عن معاذة العدوية عن عائشة بهذا الحديث قال أبو داود وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة حدثنا موسدد حدثنا يحيا عن شعبة حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن نقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتم رأته وهي حائط قال يتصدق بدينار أو نصف دينار قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار وربما لم يرفعه فوق حدثنا عبد السلام ابن مطحر حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال إذا أصابها في أول الدم فدينار وإذا أصابها في انتصاع الدم فنصف دينار قال أبو داود وكذلك قال ابن جريه عن عبد الكريم عن مقسم حدثنا محمد بن الصباح البلزاز حدثنا شريك عن حصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع رجل بأهله وهي حائف فليتصدق نصفه نار قال أبو داود وكذا قال علي بن جذيمة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يتصدق بخمسي نار وهذا معبر حدثنا يزيد بن خالب بن عبد الله بن موهب حدثنا الليت بن سعد عن ابن شهاب عن حبيب مولى أروى عن مدبث مولاة ميمون عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشر المرأة من نسائه وهي حائف إذا كان عليها إذار إلى أنصاف الفخذين أو رقبتين تحت جذبه حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدان إذا كانت حائضا أن تتذر ثم يضاجعها زوجها وقال مرة يباشر حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن جابر بن صبح سمعت خلاسا للهجري قال سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الوافذ وأنا حائض طام فإن أطابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده ثم طلى فيه وإن أطاب تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم طلى حدثنا عبد الله ابن مسلمة حدثنا عبد الله يعني ابن عمر ابن غانم عن عبد الرحمن يعني ابن زياد عن عمارة ابن غراب قال إن عمة له حدثت أنها سألت عائشة قال تحدانا تحيظ وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى إلى مسجده قال أبو داود تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البر فقال ادني مني فخذت فقال وإن اكشفي عن فخذي فكشفت فخذي فوضع فده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دات أونا حدثنا سعيد بن عبد الجبار حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن أبي اليمان عن أم دربر عن عائشة أنها قال كنت إذا حط نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه ولم ندن منه حتى نطخر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عيوب عن عكر عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرها ثوب حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن شيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن عبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيظتنا أن نتزر ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن نالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فستفت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتخسل ثم لتستسفر بتوب ثم لتصل فيه حدثنا قطيدة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبرت عن أمي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم فذكر معنى قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتتسل بمعنى حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أنس يعني ابن عياب عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الأنصار أن امرأة كانت تهراق الدماء فذكر معنى حديث الليث قال فإذا خلفت هن وحضرت الصلاة فلتتسل وساق الحديث بمعنى حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا صخر بن جويلية عن نافع بإسناد الليث وبمعنى قال فلتتر في الصلاة فدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتتسل والتتسر بتوب حدثنا أبوهيد حدثنا أيوب عن قليمان بن يسار عن أم سلمة بهذه القصة قال فيد تدع الصلاة وتقتسل فيما سوى ذلك وتتسكر بتوب وتطلب قال أبو داود تم المرأة التي كانت استخيضة حمال بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت أبي حبيش حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يديد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراق عن عروة عن عائشة أنها قال إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة فرأيت مركنها ملآن دم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كثي قدر ما كانت تحديثك حيبتك ثم التثل قال أبو داود ورواه قتيبة بين أضعاف حديث جعفر بن ربيع في آخرها ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث فقال جعفر بن ربيع حدثنا عيشة بن حمد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة بن سبيع أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرأك فلا تصلي فإذا مر قرأك فتطحري ثم صلي ما بين القرء إلى القرأ حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبيع حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتفل قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن زبير عن زينب بنت أم سلم أن أم حبيبة بن تجحش سحيضة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعى الثلاثة أيام إفرائها ثم تغتفل وتطل قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئة وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تفطحار فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدعى الثلاثة أيام إفرائها قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث التفاض عن الزهري إلا ما ذكر سهيد بن أبي صالح وقد روى الكوميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدعى الثلاثة أيام إفرائها وروت قمير بنت عمر زوج مسروغ عن عائشة المصبحابة تدعى الثلاثة أيام إفرائها ثم تفضل وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك الصلاة قدرى أقرائها وروى أبو بشر جعفر بن أبي وحشية عن عكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فذكر مثله وروى شريك عن أبي إخوان عن علي بن ثابت عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم المصبحابة تدعى الثلاثة أيام أقرائها ثم تغتسل وتخلل وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر أن سودة تخيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغسسلت وصلت وروى تعيد بن جبير عن علي وابن عباد المصبحابة تجلس أيام قرئها وكذلك رواه عمار المولى بن هاشم وقلق ابن حبيب عن ابن عباد وكذلك رواه معسل خسعمي عن علي رضي الله عنه وكذلك روا الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله عنه قال أبو داود وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء ومكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المصبحابة تدعو ثلاث أيام أقرائها حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد من نفيدي قال حدثنا زغير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن قابمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأة أصطحاب فلا أطهر أفأدعو الصلاة قال إنما ذلك عرق وليست في الحيظة فإذا أقبلت الحيظة فدعي الصلاة وإذا أدبرت تغتلي عنك الدم ثم صل حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن هشام بإثناد زهير ومعناه وقال إذا أقبلت الحيظة فترك الصلاة إذا ذهب قدرها قدر الدم عنك وقال حدثنا ناس بن اسماعيل حدثنا أبو عقيل عن بؤية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيظها وأهريق الدم فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعمرها فالتنظر قدر ما كان الطحيد في كل شهر وحيظتها مستخيم هل تعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدعي صلاة فيهم أو بقدرهم ثم لتغتسل ثم لتستثر بثوب ثم لتصل حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قالا حدثنا ابن وفد عن عمرأة الحارق عن ابن شهاد عن عروة بن زبير وعمرأ عن عائشة أن أم حبيبة بن تجحش ختمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الرحمن بن عود استحيضت سبع تنين فاستثت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عفق فاغتسلي وفل قال ابو داود زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرأ عن عائشة قال لسحيضت أم حبيبة بن تجحش وحي تحت عبد الرحمن بن عود سبع تنين فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وفل قال ابو داود ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي ورواه عن الزهري عمر بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كدير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام قال ابو داود وإنما هذا لقض حديث هشام بن عروة عن حبيه عن عائشة قال ابو داود وزاد النعيينة فيه أيضا أمرها أن تدع قلاة أيام أقرائها وهو وثم من ابن عيينة وحديث محمد بن عمر عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي داد أو داعي في حديث حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن أبي عديد عن محمد يعني ابن عمر قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن زبيع عن خاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تطحاف وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرق إذا كان ذلك فامسكي عن اختلاق فإذا كان الآخر فتوضأ وقلي فإنما هو عرق قال أبو داود وقال ابن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هذا ثم حدثنا به بعد حفظا قال حدثنا محمد بن عمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن خاطمة كانت تطحاف فذكر معناه قال أبو داود وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة قال إذا رأت الدم البحراني فلا تخل وإذا رأت الطهرة ولو ساعة فلتغسل وتخل وقال مكتول إن النساء لا تفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غلير فإذا ذهب ذلك وصارت طفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغسل والتخل قال أبو داود وروا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعصاء بن حكيم عن سعيد بن المسيب في المستحاضة إذا أقبلت الحيضة سركت الصلاة وإذا أدبرت اتسلت وصلت وروا ثمي وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس أيام أقرائها وكذلك رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال أبو داود وروا يونس عن الحسن الحائق إذا مد بها الدم تمتك بعد حيضتها يوما أو يومين فهي مستحاضة وقال الثمي عن قسادة إذا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلت صلي وقال الثمي فجعلت أنقض حتى بلغت يومين فقال إذا كان يومين فهو من حيضها وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء أعلم بدا حدثنا زهير بن حرب وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عمر حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلح عن عميه عمران بن طلح عن أمه حملة بن جح قالت كنت أصطحاب حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السخيه وأكبره فوجدته في بيت أختي زينب بن جح فقلت يا رسول الله إني إمبأة أصطحاب حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والطوم قال أنعث لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتخذي ثوبا وقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر وإن قويت عليهم فأنت أعلم قال لها إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسل حتى إذا رأيت أنك فطهرت واستنقأت فطلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وثوم فإن ذلك يسيه وكذلك ففعله في كل شهر كما تحيض النساء وكما يأخرن ميقات حيبهن ورهن وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعدل العط فتغسلين وتجمعين بين الصلاةين الظهر والعط وتؤخرين المغربة وتعدلين الأشياء ثم تغسلين وتجمعين بين الصلاةين ففعلين وتغسلين مع الحجر ففعلين وقومي إن قدرت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليه قال أبو داود ورواه عمر بن ثابت عن ابن عقيل قال قالت حمنا فخذ هذا أعجب الأمرين إليه لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم جعله كلام حمنا قال أبو داود وعمر بن ثابت غافظي رجل سوء ولكنه كان صدوقا في الحديث وثابت ابن المقدام رجل ثقة وذكره عن يحي ابن معين قال أبو داود سمعت أحمد يقول حديث ابن عقيل في نفتي منه شيء حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد ابن سلمة المرادين قالا حدثنا ابن وقب عن عمر ابن الحارق عن ابن شهاد عن عروة ابن زبير وعمرة ابن عبد الرحمن عن عائسة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة ابن سجح قدنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن ابن عو poslü فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست للحيظة ولكن هذا عفق تغسلي وصلت قالت عائشة فكانت تغسل في مركن في حجرة أختها غينب انتجح حتى تعلو حمرة الثم الماء حدثنا أسود بن صالح حدثنا عن بثة حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة بهذا الحديد قالت عائشة رضي الله عنها كانت تغسل لكل صلاة حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الفمداني حدثني الليت بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديد قال فيه فكانت تغسل لكل صلاة قال أبو داود رواه القاتل بن مبرور عن يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة عن أم حبيبة بن جحش وكذلك رواه معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة وربما قال معمر عن عمرة عن عم حبيبة بمعنى وكذلك رواه ابراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة وقال ابن عيينة في حديده ولم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغسل وكذلك رواه الأوزاعي أيضا قال فيه قالت عائشة فكانت تغسل لكل صلاة حدثنا محمد بن إسحاق المسيب حدثني أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بن جحب الرحمن عن عائشة أن أم حبيبة صحيظة سبع سنين فأمرها رفول الله صلى الله عليه وسلم أن تغسل فكانت تغسل لكل صلاة حدثنا هنازم السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أم حبيبة بن جحش سحيظت في عقل رفول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغصب لكل صلاة وساق الحديث قال أبو داود ورواه أبو الوليد الطيارسي ولم أسمعه منه عن سليمان بن جدير عن الزهري عن عروة عن عائشة قال سحيظت ذينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة وساق الحديث قال أبو داود ورواه عبد الصمد عن حليمان بن جدير قال توضئي لكل صلاة قال أبو داود وهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول أبي الوليد حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن يحيظ أبي كثير عن أبي سلم قال أخبرتني زينب بن جؤبي سلم أن امرأة كانت تهرى قدمة كانت تحت عبد الرحمن بن عوو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تختفل عند كل صلاة وتخل وأخبرني أن أم بكر أخبرته أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى ما يريبها بعد قبر إنما هي عفق أو قال عروف قال أبو داود وفي حديث ابن عقيل الأمران جميعا وقال إن قويتي فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي كما قال القاسم في حديث وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثني أبي حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت سحيظة امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل الإشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة صد غسلا فقلت لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحدثك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد العزيز بن يحيا حدثني محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أن سهلت بنت سهيل الصحيرة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصب قال على داود ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أن مرأة استحيضت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعنى حدثنا وهو ابن بقية أخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة ابن الزبي عن أثناء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تطلق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان لتجلس في ملكا فإذا رأت كفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك قال أبو داود رواه مجاهد عن ابن عباد لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين قال أبو داود ورواه إبراهيم عن ابن عباس وهو قول إبراهيم النفعي وعبد الله بن شجال حدثنا محمد بن جعطر بن زياد وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي اليقبان عن عدي بن ثابت عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المصطحابة تدعوا الثلاثة أيام إقرائها ثم تأتسل وتخلي والوضوء عند كل صلى قال أبو داود زاد عثمان وتقوم وتخل حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها وقال ثم اتسلي ثم توضأي لكل صلاة وصل حدثنا أحمد بن ثنان القطان الواسطي حدثنا يزيد عن قيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كنفون عن عائشة في المصطحابة تغتسل يعني مرة واحدة ثم توضأوا إلى أيام حدثنا أحمد بن ثنان القطان الواسطي حدثنا يزيد عن قيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسكين عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قاله داود وحديث عديد بن ثابت حدثنا أحمد بن ثنان القطان الواسطي عن حبيب أبي العلاء وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت تغتسل لكل صلاة في حديث المصطحابة وروا أبو اليقان عن عديد بن ثابت عن أبيه عن علي رضي الله عنه وعمار المولى بن هاشم عن ابن عباه وروا عبد الملك بن ميثرة وبيان والمغيرة وفراس ومجالد عن الشعب عن حديث قمير عن عائشة فوضأ لكل صلاة ورواية داود وعاكم عن الشعب عن قمير عن عائشة تغتسل كل يوم مرة وروا هشام بن عروة عن عبيه المصطحابة فوضأ لكل صلاة وهذه الأحاديث كلها ضعيفة إلا حديث قمير وحديث عمار مولى بن هاشم وحديث هشام بن عروة عن عبيه والمعروف عن ابن عباه حدثنا القعنبي عن مالك عن ثمين مولى أبي بكر أن القعقاعة وغيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيد يسأله كيف تغتسل المصطحابة فقال تغتسل من ذكر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استفرت به قال أبو داود واروي عن ابن عمر وأنت ابن مالك تغتسل من ذكر إلى ظهر وكذلك روى داود وعاكم عن الشعب عن امرأته عن قمير عن عائشة إلا أن داود قال كل يوم وفي حديث عاكم عند الظهر وهو قول سنة ابن عبد الله والحسن وعطى قال أبو داود قال مالك إني لأظن حديث بن المسير من ظهر إلى ظهر إنما هو من ظهر إلى ظهر ولكن الوهم دخل فيه فقال بسنا فقالوا من ظهر إلى ظهر ورواه مسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه من ظهر إلى ظهر فقال بها الناس من ظهر إلى ظهر حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد عن معقل عن علي غضي الله عنه قال المصدحابة إذا انقضى حيطها اختسلت كل يوم وتخذت صوفة فيها ثمن أو زيت حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم ابن محمد عن المصدحابة وقال تدعو ثلاثة أيام إخرائها ثم تغتسل فتقلي ثم تغتسل في الأيام حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمر حدثني ابن شهاب عن عروة بن زبي عن فاقمة بنت أبي حبيش أنها كانت فصحابة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيط فإنه دم أسود يعرق فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصل قال أبو داود قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي أظن فقال عن عروة عن عائشة النفار قال أبو داود وروي عن العلاء ابن المسيب وشعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقره شعبة على أبي جعفر فوضأ لكل صلاة حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن أجري أن أم حبيبة بن تجحس سخيضة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام إخرائها ثم تغتسر وتقلي فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وطلت حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا عبد الله بن وهو أخبرنا الليل عن ربيعة أنه كان لا يرى على المضحابة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يخيبها حدث غير الدم فتوضأت قال أبو داود هذا قول مالك يعني ابن أنا حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قدادة عن أم هزير عن أم عطية كانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعج الكدرة والصفرة بعد طهر شيئا حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قال أبو داود أم الهذير هي حفر بن جسيرين كان ابنها اسمه هذير واسم زوجها عبد الرحمن حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا معل بن منصور عن علي بن مسير عن الشيداني عن عكرمة قال كانت أم حبيبة للصحاب فكان زوجها يخشاه قال أبو داود وقال يحيى بن معين معل ثقة كان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي حدثنا أحمد بن أبي سريج الراهي أخبرنا عبد الله بن الجهل حدثنا عمر بن أبي قيس عن عاقم عن عكرم عن حملة بن جحش أنها كانت مطحابة كان زوجها يجامعها حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مجد عن أم سلمة قالت كانت المفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعود بعد نساسها أربعين يوما أو أربعين ليلة وكمنا نطل على ودوهنا الورس يعني من الكلة حدثنا الحسن بن يحيا أخبرنا محمد بن حاسم يعني حبي حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كدير بن زياد قال حدثتني الأزلية يعني مستقالة حججت فدخلت على أم سلمة فخذوا يا أم المؤمنين إن سمرة بن جنجب يأمر النساء يقضين صلاة المحيط فقال لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاة في أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاة قال محمد يعني ابن حاسم واسمها مستة تخنى أم بستة قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سلمة حدثنا محمد بن عمر الرازي حدثنا سلمة يعني ابن الفضل أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن سليمان بن سحين عن أمية بنت أبي الصل عن غأة من بني غفار ختمنا هذه قال أردثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحمه قال فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصب فأنافه ونزلت عن حقيبة رحمه فإذا بها دم مني فكانت أول حيضة نفتها قال فتقضت إلى الناقة واستخلي فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيه ورأى الدم قال ما لكي لعلك نفس قلت نعم قال فأخذي من نفس ثم خذي إناء من ماء فرحي فيه ملحا ثم اغتدي ما أصاب حقيبة من الدم ثم عودي لمركبه قال فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفيث قال وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحا وأوثت به أن يجعل في غسلها حينما حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تغسل إحدانا إذا طهرت من المحي قال تأخذ سدرها وماءه فتوضأ ثم تغسل رأتها وتدلقه حتى يبلغ الماء أصول شعرها ثم تفيض على جسده ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها قالت يا رسول الله كيف أتطهر بها قالت عائشة فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها تتابعين بها آثار الدم حدثنا مسدد بن مسرهد أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صبية بنت شيء عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت علمهن وقالت لهن معروفة وقالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال فرصة ممتكة قال أسدد كان أبو عوانة يقول فرصة وكان أبو الأحرق يقول قرصة حدثنا عبيض الله بن معاذن العنبري أخبرني أبي عن شعب عن إبراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت شيء عن عائشة أن أثناء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فرصة ممتكة قالت كيف أتفخر بها قال فبحان الله فتخري بها واستخري بثوق وذات وسألتك عن الغسل من الجنابة فقال تأخذين ماء فتفخرين أحسن الظهور وأبلغها ثم تخبين على رأسك الماء ثم تذلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك ثم تفيضين عليك الماء قال وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنع ذن الحياء أن يسأل عن الدين وأن يتفقه حدثنا عبد الله بن محمد النفيدي أخبرنا أبو معاو وحدثنا عثمان أبي شيف أخبرنا عبده المعنى واحد عن هشام بن عروة عن سبي عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد بن حضير وأناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فعثوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فأنزلت آية التيمم زاد بن نفير فقال لها أسيد بن حضير يرحمك الله ما نزل ذكي أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة حدث عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيدة ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيدة مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباء من ضطون أيديهم حدثنا سليمان بن جاود المهري وعبد الملك بن شعيد عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام مسلمون فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والآباء قال ابن لي إلى ما فوق المرفقين حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري بآخرين قالوا حدثنا يعقوب أخرنا أبي عن صالح عن ابن شهاد حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباه عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرث بأولات الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع ضقار فحبث الناس في غاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ما فتغيظ عليها أبو بك وقال حبث الناس وليس معهم ما فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة تغفر بالطعيد الطيب فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقفضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباء زاد ذيحيا في حديث قال ابن شهاد في حديث ولا يعتبر بهذا الناس قال ابو داود وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه عن ابن عباه وذكر ضربتين كما ذكر يوني ورواه معمر عن الزهري ضربتين قال مالك عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبيه عن عمار وكذلك قال أبو ويث عن الزهري وششفه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن أبيه أو عن عبيد الله عن ابن عباه ومرة قال عن أبيه ومرة قال عن ابن عباه ضرب ابن عينة فيه وفي سماعه من الزهري ولم يقتر أحد منهم في هذا الحديث الضربتين إلا من سميه حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شخص قال كنت جالسا بين عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شفرا أما كان يتيمم فقال لا وإن لم يجد الماء شفرا فقال أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية التي في سورة الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لكم في هذا لأوشكوا إذا ورد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال له أبو موسى وإنما كرثتم هذا لهذا قال نعم فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء وتمرغت في الصعيد كما تتمره الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بنده على الأرض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم متح وجهه فقال له عبد الله أفلم ترى عمار لم نقنع بخول عمار حدثنا محمد بن كثير العبدي وحدثنا سفيان عن سلمة بن كهير عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن أبد قال كنت عند عمار فجاءه رجل فقال إنا نكون بالمكان الشهر والشهرين فقال عمار أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء قال فقال عمار يا أمير المؤمنين أما تأخر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأصابتنا جنابه فأما أنا فتمعت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفخهما ثم نفح بهما وجهه ويديه إلى نفس الزراع فقال عمار يا عمار اتقل الله فقال يا أمير المؤمنين إن شئت والله لم أذكره أبدا فقال عمار كلا والله لنولينك من ذلك ما توليه حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حق حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهير عن ابن أبدا عن عمار بن ياسر في هذا الحديث قال يا عمار إنما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ثم ضرب إحداهما عن الأخرى ثم نفح وجهه والذراعين إلى نصف الساعبين ولم يبلغ من رفقين ضربة واحدة قال أبو داود ورواه وقيع عن الأعمش عن سلمة بن كهير عن عبد الرحمن بن أبدا عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبدا يعني عن أبيه حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر أخبرنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبدا عن أبيه عن عمار بهذه القصة فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه شك سلمة وقال لا أدري فيه إلى النفقين يعني أو إلى الكفيه حدثنا علي بن سهل الرمدي حدثنا حجاج يعني أعور حدثني شعبة بإسناده بهذا الحديث قال ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه إلى المرطقين أو إلى الزراعين قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والزراعين فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول فإنه لا يذكر الزراعين غيره حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن ابن أبدى عن أبيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك إلى الأرض فتمسح بهما وجهك وكفيك وساق الحديث قال أبو داود وأرواه صابة عن حسين عن أبي مالك قال سمعت عمارا يخطبوا بمثله إلا أنه قال لم ينفع وذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في نسيهات قال ضرب بكفيه إلى الأرض ونفع حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبدى عن أبيه عن عمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن استيموم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين حدثنا موسى بن إسماعيم حدثنا أبان قال تئل قتادة عن استيموم في السفر فقال حدثني محدث عن الشعب عن عبد الرحمن بن أبدى عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى المرفقين حدثنا عبد الملك بن شعيد بن الليل أخبرنا أبي عن جدي عن جعفر بن ربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن ياسر مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصار فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جملي فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسحت وجهه ويديه ثم رد عليه السلام حدثنا أحمد بن إبراهيم الموثل أبو علي أخبرنا محمد بن ثابت العبي أخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته كان من حديثه يومئه أن قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكة وقد خرج من غائق أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى السكة ضرب بيديه على الحائق ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح براعيه ثم رد على الرجل السلام وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طفق قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول وروا محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم قال ابن داثة قال أبو داود لم يتابع محمد بن ثابت في هذه الصفة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه فعل ابن عمر حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا عبد الله بن يحيا البرلسي حدثنا حيوة بن شريح عن ابن الهاد أن نافعا حدث عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائق فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائق ووضع يده على الحائق ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل السلام حدثنا عمر بن عون أخبرنا خالد الواسطي عن خالد الحزاء عن أبي قلابة حدثنا مسدد أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن خالد الحزاء عن أبي قلابة عن عمر بن بجدان عن أبي ذر قال اجتمعت عنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر ابدأ فيها فبدأت إلى الربة فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمسة والستة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال فكذتك أمك أبا ذر لأمك الويل فزعى لي بجارية سوزا فجاءت بعس فيه ماء فسترقني بثوب واستطرت بغاحلة واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا فقال الطعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأميته جلدك فإن ذلك خير وقال مسدد غنيمة من الصدقة قال أبو جاود وحديث عمر أكم حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن عيوب عن أبي قلاب عن رجل من بني عامر قال دخلت في الإسلام فأهمني ديني فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر إني اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها قال حماد وأشك في أوبوالها هذا قول حماد فقال أبو ذر فكنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص النقار وهو في رق من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال أبو ذر فقلت نعم هلقت يا رسول الله قال وما أهلك قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جالية فوجاء بعث يتخضخض ما هو بملآن فتسترت إلى بعيري فغسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمثته جدا قال أبو داود رواه حمد بن زيد عن أيوب لم يذكر أبوالها قال أبو داود هذا ليس بصحيح وليس في أبوالها إلا من حديث أنس فرد به أهل البصر حدثنا ابن المثنى أخبرنا وعب بن جرير أخبرنا أبي قال سمعت يحنى بن أيوب يحدث عن يذيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمر بن العاف قال احتملت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاثل فأشفقت إن اغتفلت أن أهلك سيممت ثم صليت بأصحاب صبت فذكروا ذلك لنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنوب فأخبرته بالذي منعني من الاختفال وقلت إني سمعت الله يقول وَلَا تَقْلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَبْلْ شَيْءًا وَلَمْ يَبْلْ شَيْءًا أن عمر بن العاط كان على سرية وذكر الحديثة نحوه قال فغسل مهادنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم قال أبو داود وروا هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عاطية قال فيه فتيمم حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاقي حدثنا محمد بن سلم عن زبير بن قريق عن عضاء وعن جاذر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رفقة في الديمم فقالوا ما نجد لك رفقة وأنت تقبر على الماء فاغتثل فما فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلكم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العيد السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعطر أو يعطب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغتل سائر جسده حدثنا مصر بن عاصم الأنطاقي حدثنا محمد بن شعيب أخبرني الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عبد قال أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالارتسال فارتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلكم الله ألم يكن شفاء العي السؤال حدثنا محمد بن إسحاء المثيب أخبرنا عبد الله بن نافع عن الليس بن سعد عن بكر بن سواد عن عضاء بن يسار عن أبي تعيد الخضرية قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ما فتيمنا قعيدا طيبا ففليا ثم وجذا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أدى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرى ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت الصن وأجزأت خلاثه وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين قال أبو داود وغير بن نافع يرويه عن الليس عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادس عن عضاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود والد أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادس عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عضاء بن يسار أن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع أخبرنا معاوية عن يحيى أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب بينه ويطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر أتحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت فقال عمر والودوء أيضا أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتفل حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة عن مالك عن خطوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مختل حدثنا يزيد بن خالد الرملي أخبرنا المفضل يعني ابن فضال عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مختلم رواح إلى الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل قال أبو داود إذا اختسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب بن الغملي الأمداني حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وهذا حديث محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم ابن عبد الرحمن قال أبو داود قال يزيد عبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سسة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن فيابه ومس من قيب إن كان عنده ثم أس الجمعة فلم يتخطأ عن نقلنا ثم طلى ما كتب الله له ثم أنصف إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاة كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها قال ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثال قاله جاود وحديث محمد بن سلمة أتم ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة حدثنا محمد بن سلمة المرادي حدثنا إذن وهب عن عمر بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن أشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمر بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر له إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة حدثنا محمد بن حاتم الجرجراء حبي حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني أبو الأشعش الصمعاني حدثني أوس بن أوسن الثقافي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتثل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الإمام فاستمع ولم يلغب كان له بكل خطوة عمر سنة أجر فيامها وقيامها حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي الهلال عن عبادة بن سيد عن أوسن الثقافي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتثل ثم ساق نحن حدثنا ابن أبي عقير ومحمد بن سلم المسبيان قالا حدثنا ابن وهب قال ابن أبي عقير أخبرني أسامة يعني ابن زيد عن عمر بن شعيف عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن العاق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتثل يوم الجمعة ومث من طيب امرأته إن كان لها ولبث من صالح كيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعبة كانت كفارة لما بينهم ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ذكرى حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزين عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتثل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت حدثنا محمود بن خالد الدمشقي أخبرنا مروان حدثنا علي بن حوشد قال سألت مكفولا عن هذا القول غسل وأغتثل فقال غسل رأته وغسل جسد حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي حدثنا أبو مستر عن سعيد بن عبد العزيز في غسل وأغتثل قال قال سعيد غسل رأته وغسل جسد حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن تميه عن أبي صالح المسلمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتثل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون حدثنا مستدد حدثنا حماد بن زيد عن يحيا بن سعيد عن عمر عن عائشة قال كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم فقيل لهم لو اقتسلتم حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمر بن أبي عمر عن عقيمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا قال لا ولكنه أطهر وخير لمن اقتسل ومن لم يقتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدء الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم خار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى سارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم ضعبا فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتفلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من جبنه وطيبه قال ابن العباد ثم جاء الله بالخير ولبثوا غير صوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا هنام عن قتادة عن الحسن عن ثمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اقتسل فهو أفضل حدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا حفيان حدثنا الأغر عن خليفة بن حسين عن جده خيث بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسد حدثنا محمد بن خالد حدثنا عبد غزاق أخبرنا ابن جريد قال أخبرت عن عسين بن كليب عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلقي عنك شعر الكفر يقول اشفق قال وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه إلقي عنك شعر الكفر واختفن حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا لا أغتل لي ثوبا حدثنا محمد بن كثير العدي أخبرنا إبراهيم بن نافع قال سمعت الحسن يعني ابن مسلم يذكر عن مجاهد قال قالت عائشة ما كان لإشدان إلا ثوب واحد صحيظ فيه فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قطعته بريقها حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا بكار بن يحيى حدثتني جدتي قالت دخلت على أم سلمة فسألت امرأة من قريش عن صلاة في ثوب الحار فقالت أم سلمة قد كان يصيبنا الحيض على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلبث إحدان أيام حيضها ثم تطحر فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك من أن نصلي فيه وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك ولكنها تحفن على رأتها ثلاث حفنا فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أقاضت على تائر جسدها حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن طاقمة بنت المنبر عن أثماء بنت أبي بكر قالت سمعتم رأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بتوبها إذا رأت الطفل تصلي فيه قال تنظر فإن رأت فيه دمى فلتقرصه بشيء من ماء والتنضح ما لم ترى والتصلي فيه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن طاقمة بنت المنبر عن أثماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب توبها الدم من الحيضة كيف تصنع قال إذا أصاب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بالماء ثم لتصل حدثنا مسدد حدثنا حمال وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمال يعني ابن سلمة عن هشام بهذا المعنى قال فكيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه حدثنا مسدد حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن سفيانا حدثني ثابت الحباد حدثني عدي بن دينار قال سمات أم قيس بنت محطن تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في التوب قال فكيه بضلع واغتيليه بماء وسب حدثنا النفيلي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيش عن عطاء عن عادشة قال أكان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض تصيبها الجنادة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقفعه بريقه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولك بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ليس لي إلا دوب واحد وأنا أحيض فيه كيف أصمع قال إذا قهرت فلسليه ثم صلي فيه فقال فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أفر حدثنا عيسى بن محمد المصري أخبرنا الليك عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيسن عن معاوية بن حديد عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب الذي يجامعها فيه وقالت نعم إذا لم ير فيه ألا حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعة عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو في لحفنا قال عبيد الله شك أبي حدثنا الحسن بن معري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا قال حماد وسمعت سعيد بن أبي صدق قال سألت محمدا عنه فلن يحدثني وقال سمعته منذ زمان ولا أدري ممن سمعته ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا فسألوا عنه حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان حدثنا سفيان عن أبي إسحاء الشيباني سمعه من عبد الله بن شجاب يحدث عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض وهو يصلي وهو عليه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا طلحة بن يحنى عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن عائشة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائط وعلي مرط لي وعليه بعضه حدثنا حقف بن أمر عن شوبة عن الحكم عن إبراهيم عن همام بن الحارف أنه كان عند عائشة رضي الله عنه فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغفل أثر الجنابة من ثوبه أو يغفل ثوبه فأخبرت عائشة فقال لقد رأيتني وأنا أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود رواه الأعمى كما رواه الحكم حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلم عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفرق المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه قال أبو داود وفقه مغيرة وأبو معشر وواطن حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب البصري حدثنا سليم يعني ابن أخضر المعنى والإخبار في حديد سليم قالا حدثنا عمر الدميمون بن مهران سمعت سليمان بن يسار يقول سمعت عائشة تقول إنها كانت تغفل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم أرى فيه بقعة أو بقعة حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهار عن عبيد الله بن عبد الله بن عطفة بن مسعود عن أم قيس بن تنشفن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا في ماء فنضحه ولم يغفل حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بنافع أبو ثوبة المعنى قالا حدثنا أبو الأحوط عن ثناك عن خابوس عن لبابة بن تي الحارس قالا كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت إني بس ثوبا واعطني إزارك حتى آخره قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الزكر حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري المعنى قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني يحيى بن الوليد حدثني محل بن خليف حدثني أبو السمش قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغسل قال ولني قفا فأولي قفا فأسره به فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما فبال على قدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام قال عبد الرحمن حدثنا يحيى بن الوليد قال أبو داود وهو أبو الزعراء قال هارون بن تنيم عن حسن قال الأبوال كلها سوا حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن حسادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن علي رضي الله عنه قال يغسل من بول الجارية ويغسل من بول الغلام ما لم يطعم حدثنا حدثنا ابن المثنى حدثنا معاد بن هشام حدثني أبي عن حسادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبي عن علي بن أبي قالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر معنا ولم يذكر ما لم يطعم زاد قال قال قسادة هذا ما لم يطعما الطعام فإذا طعما غسلا جميعا حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارد عن يونس عن الحسن عن أنه أنها أبصرت أم سلم تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت تغفل بول الجارية حدثنا أحمد بن عمر بن السرح وابن عبد في آخرين وهذا لفض بن عبد أخبرنا سفيان عن الزبري عن سعيد بن المسي عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جال وصل قال ابن عبد وعثي ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا ثم لم يلبس أنبال في ناحية المسجد فأسرع النس إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معثرين كبوا عليه فجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت عبد الملك يعني ابن عمير يحجد عن عبد الله ابن معفل ابن مقر قال صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال فيه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأحريقوا على مكانه ما قال أبو داود وهو مرسل ابن معفل لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني حمزة ابن عبد الله ابن عمر قال قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاف تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك حدثنا عبد الله ابن مسلم عن مالك عن محمد ابن عمارة ابن عمر ابن حزب عن محمد ابن ابراهيم عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوض أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيبي وأمشي في المكان القذر فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطفره ما بعد حدثنا عبد الله ابن محمد النخيلي وأحمد ابن يونس قالا حدثنا زهير حدثنا عبد الله ابن عيث عن موسى ابن عبد الله ابن يزير عن امرأة من بني عبدالأشهل قال قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة كيف نفعل إذا مطرنا قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها قال قلت بلى قال فهذه حدثنا أحمد ابن حنبل حدثنا أبو المغيرة وحدثنا عباس ابن الوليد ابن مزيد أخضرني أبي وحدثنا محمود ابن خالد حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاع المعنى قال أنبئت أن سعيد ابن أبي سعيد المقبري حدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بن عليه الأذى فإن التراب له طهور حدثنا أحمد ابن إبراهيم حدثني محمد ابن كثير يعني صنعاني عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال إذا وطئ الأذى بخفيه فرهوه مطرار حدثنا محمود ابن خالد حدثنا محمد يعني ابن عائد حدثني يحيا يعني ابن حمزة عن الأوزاعي عن محمد ابن الوليد أخبرني أيضا سعيد ابن أبي سعيد عن القعقاع بن حكيم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حدثنا محمد ابن يحيا ابن فارس حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارس حدثتنا أم يونس بنت شجاد قال حدثتني حماسي أم جحذر للعامرين أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوم وقالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا شعرنا وقد ألقينا فوقه كساء فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكساء فلبس ثم خرج فطل الغداء ثم جل فقال رجل يا رسول الله هذه لمعة من دم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليها فبعث بها إلي مصرورة في يد الغلام فقال اغسلي هذه وأجف فيها ثم أغسلي بها إلي فدعوت بقصعتي فغتلتها ثم أجفتها فأحرتها إلي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهي علي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت للغناني عن أبي مضرة قال بذق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبة وحك بعضه ببعض حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حدثنا عبد الله بن مسلم فعن مالك عن عميه أبي سعيد بن مالك عن أبي أنه سمع فلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نشط تائر الرأس يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول حسدنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام شهر رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق قال فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع فأجبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق حدثنا سليمان بن جاود حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق حدثنا مستدد حدثنا يحيا عن ستيان حدثني عبد الرحمن بن فلان بن أبي ربيع عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين وصلى بي الظهر حين ذالت الشمس وكانت قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظله مثله وصلى بي يعني المغرب حين أفطر الطائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفى وصلى بي الفجرة حين حرم الطعام والشراب على الطائم لما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله وصلى بي العب حين كان ظله مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الطائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبله والوقت ما بين هذين الوقتين حدثنا محمد بن سلمة المرادين حدثنا إذن وفن عن أسامة بن زيد الليسين أن ابن شهاب أصبر أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأخر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير أما إن جبريل صلى الله عليه وسلم قد أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر أعلم ما تقول فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصارية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل عليه السلام فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسو بأطابعه خمس صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزود الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر ورأيته يصلي العفرة والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفر فينصرح الرجل من الطلاة فيأتي إذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الماء وصلى الصبح مرة بعلث ثم صلى مرة أخرى فأثر بها ثم كان الطلاةه بعد ذلك التغييس حتاما ولم يعود إلى أن يستر قال أبو داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليت بن سعد وغيرهم لم يذكر الوقت الذي طلع فيه ولم يفسره وكذلك أيضا روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحاب إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا وروا وأبو ابن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب في نغابة الشمس يعني من الغد وقتا واحدا قال أبو داود وكذلك روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى أبي المغرب يعني من الغد وقتا واحدا وكذلك روي عن عبد الله بن عمر بن العاط من حديث حسان المعطية عن عمر بن شعيز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود حدثنا بجر بن عثمان حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبي موسى أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا حتى أمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه ثم أمر بلالا فأقام الظهر في نذالة الشمس حتى قال القائل انتطر النهار وهو أعلم ثم أمر بلالا فأقام العثرة والشمس بيضاء مرتفعة فأمر بلالا فأقام المغرب حين غابت الشمس فأمر بلالا فأقام العشاء حين غاب الشصر فلما كان من الغذ صلى الفجر وانفر فقلنا أردعت الشمس فأقام الظهر في وقت العثرة الذي كان قبله وصل العثرة وقد اتفرت الشمس أو قال أمسى وصل المغرب قبل أن يغيب الشصر وصل العشاء إلى ثلث الليل ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة الوقت فيما بين هذين قال أبو داود روى سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا قال ثم صلى العشاء قال بعضهم إلى ثلث الليل وقال بعضهم إلى شطر وفي ذلك روى إبو بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبيد الله بن معال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتاد سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت الظهر ما لم تحضر العفر ووقت العفر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يصفر غور الشفر ووقت العشاء إلى نس الليل ووقت ثلاث الفجر ما لم تضع الشمس حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمر وهو ابن الحسن بن علي بن أبي طالب قال تألنا جابرا عن وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة والعطر والشمس حية والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا كثر الناس عجل وإذا قلوا أخر والصبح بغلق حدثنا حق بن عمر حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برد فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زالت الشمس ويصلي العطر وإن أحدنا ليذهب إلى أقصى المدينة ويرجع والشمس حية ونسيت المغرب وكان لا يبالي تأخير العشاء إلى ثلث الليل قال ثم قال إلى شطر الليل قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان يخلي الصبح وما يعرف أحدنا جريثه الذي كان يعرفه كان يقرأ فيها من الستين إلى المئة حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا عباد بن عباد حدثنا محمد بن عمر عن سعيد بن الحارث الأنطري عن جاذر بن عبد الله قال كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سآخر قبضة من الحفى لتبرد أضعوها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن أبي مالك الأشجاعي سعد بن طارق عن كثير بن مدرك عن الأسود أن عبد الله بن مسعود قال كانت قدر فلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيح ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام وفي الششاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني أبو الحسن قال أبو داود أبو الحسن هو مهاجر قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذرا يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أقدر ثم أراد أن يؤذن فقال أقدر مرتين أو ثلاثة حتى رأينا فيأكلون ثم قال إن شدة الحر من فيخ جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد السخفي أن ليس حدثهم عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة قال ابن موهب بالصلاة إن شدة الحر من فيخ جهنم حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جادر بن سورة أن بلالا كان يؤذن الظهر إذا ضحضت الشم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء ومرتفعة حية ويذهب الداهب إلى العوالي والشمس مرتفعة حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الظهري قال والعوالي على ميلين أو ثلاثة قال وأحتبه قال أو أربع حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن منصور عن حيثمة قال حياتها أن تجد حرها حدثنا القعنبي قال رأت على مارك بن أنس عن ابن شهاب قال عروة ولقد حدثني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير حدثنا محمد بن يزير حدثني يزيد بن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن جده علي بن شيبان قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان يؤثر العقر ما دامت الشمس بيضاء نقية حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ويزيد بن هارون عن هشان بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حبثونا عن صلاة الوسطى صلاة العقر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاء بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكلب لها مصحفة وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العقر وقوموا لله قانتين ثم قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المسنة حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثني عمر بن أبي حكيم قال تمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبيب عن زيت بن سابق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين حدثنا الحسن بن الربيع حدثني ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباد عن أبي هريع فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك من العطر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن إنه قال دخلنا على أنث بن مالك بعد ظهر فقام يصلي العطر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العقف فكأنما وجر أهله وماله قال أبو داود وقال عبيد الله بن عمر أوتر ثلث على أيوب فيه قال ذهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوريد قال قال أبو عمر يعني العزعي وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس فقاء حدثنا داود بن شبيب حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرمي فيرى أحدنا موضع نبنه حدثنا عمر بن علي عن خفوان بن عيسى عن يزيد بن أبي عبي عن سلمة بن الأب وعيحان كان النبي صلى الله عليه وسلم صلي المغرب ساعة تغرب الشم إذا غاب حاجب حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرتد بن عبد الله قال لما قدم علينا أبو أيوب غازية وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال له ما هذه الصلاة يا عقبة فقال شغلنا قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم حدثنا مصدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن معمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط الخمر لثالثة حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافة عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعد فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك فقال حين فرد أتنفضعون هذه الصلاة لولا أن تثقل على أمتي لخليت بهم هذه الساعة ثم أمر المؤذنة فأقام الصلاة حدثنا عمر بن عثمان الحنسي حدثنا أبي حدثنا حديث عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أنه سمع معاذ بن جبل يقول أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتم فأخر حتى ظن الضان أنه ليس بخارج والقائل منا يقول صلى فإنا لك ذلك حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له كما قال قال لهم أعكموا بهذه الصلاة فإنكم قد خضلتم بها على سائر الأمم ولم تصليها أمة قبلكم حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نظر عن أبي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال كذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس تطلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لم تزالوا في صلاة من تغرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم الثقيم لأخذت هذه الصلاة إلى شطر الليل حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينفرق النساء متلفعات بمروقهن ما يعرفن من الغلق حدثنا إسحاق ابن إسماعي حدثنا ستيان عن ابن عجدان عن عاطم ابن عمر ابن قتاذة ابن نعمان عن محمود ابن لبي عن رافع ابن فديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجل حدثنا محمد بن حربن الواسطي حدثنا يزيد يعني ابن هارون حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي قال زعم أبو محمد أن الوتر واجد وقال عبادة المصامد كذب أبو محمد أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس طلوات افترضهم الله تعالى من أحتن وضوءهن وقلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وكثوعهن كان له على الله عقد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عقد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه حدثنا محمد بن عبد الله الخزعي وعبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن عمر عن قاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة في أول وقتها قال الخزاعي في حديث عن عمة له يقال لها أم فروة قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا أبو بطر عمارة بن عيبة عن أبيه قال سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجد النار رجل فالله قبل طلوع الشمس قبل أن تغرب قال أنت سمعته منه ثلاث مرات قال نعم كل ذلك يقول سمعتك أدناي ووعاه قلبي فقال رجل وأنا سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حدثنا عمر بن عون أخبرنا طالد عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمسة قال قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني فقال حافظ على العطرين وما كانت من لغتها فقلت وما العطران فقال صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري حدثنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا عمران قطان حدثنا قتادة وأبان إلهما عن خليد العصري عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وتنودهن ومواقيفهن وصام رمضان وحج البيت إن استراع إليه تبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة قالوا يا أبى الدرداء وما أداء الأمانة قال الغسل من الجناة حدثنا حيوة بن شريح المصري حدثنا بقية عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سليس الألهاني أخبرني ابن نافع عندي شهاب للزهري قال 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 سعيد بن مسير إن أبا قسادة بن ربعي أخبره قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني فرقت على أمتك خمس طلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهم لوقتهم أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهم فلا عقد له عندي حدثنا متزد حدثنا حماد بن زير عن أبي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصامد عن أبي در قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة قلت يا رسول الله فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافذ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم دمشقي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني حسان يعني ابن عطية عن عبد الرحمن بن صابق عن عمر بن ميمون الأودي قال قد ما علينا معاه بن جبل اليمن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إلينا قال فسمعت تكفيره مع الفجر رجل أجش الصوت قال فألقيت عليه محبة فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا ثم نظرت إلى أفقه ناس بعده سيت بن مسعود فلزمته حتى مات قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء وصلون الصلاة لغير نقاتها قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله قال صل الصلاة لنقاتها واجعل صلاة معهم حدثنا محمد بن قدامة ابن أعين حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساق عن أبي الموثنى عن ابن أخي عبادة بن الصام عن عبادة بن الصار وحدثنا محمد بن سليمان الأنبري حدثنا وكيع عن سبيان المعنى عن منصور عن هلال بن يساق عن أبي الموثنى الحنصي عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصام عن عبادة بن الصام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها وصلوا الصلاة لوقتها وقال رجل يا رسول الله أصلي معهم قال نعم إن شئ وقال سبيان إن أدركتها معهم أصلي معهم قال نعم إن شئ حدثنا أبو الوليد القيانسي حدثنا أبو هاشم يعني الزعفراني حدثني صالح بن عبي عن قبيصة بن وقاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء من بعد يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القد حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركنا الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل قال فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى إذا ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيخارا ففجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال فقال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله فاختادوا رواح لهم شيئا ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة وصلى بهم الصدر فلما خضت صلاة قال من نتي صلاة فلنصل لها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال أخذ الصلاة للذكرى قال مونس وكانت شهاب يقرأها كذلك قال أحمد قال عن بسة يعني عن مونس في هذا الحديث لذكري قال أحمد الكرى النوعان حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا معمر عن الزهر عن فعيد بن المسيد عن أبي مريرة في هذا الخبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أطابتكم فيه الغفلة قال فأمر بلالا فأذن وأقام وقل قال أبو داود رواه مالك وسفيان بن عينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاء لم يذكر أحد منهم الأذان في حجوز الزهر بهذا ولم يصنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماذ عن ثابت للغنان عن عبد الله بن رباح للأنصاري حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنت معه فقال انظر فقلت هذا راتب هذان راتبان هؤلاء ثلاثة حدثرنا سبع فقال احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حق الشمس فقاموا فتاروا هنيتا ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا فقال بعضهم لبعض ادفرطنا في صلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تخريط في النوم إنما التخريط في اليقرة فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصلها فين يذكرها ومن الغد للوقت حدثنا علي بن نصر حدثنا وهو بن جرير حدثنا الأسود بن شيبان حدثنا قارب بن سمير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة وكانت في الأنصار أفاكهه فحدثنا قال حدثني أبو قطادة الأنصار ثارث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بهذه القصة قال فلم توقضنا إلا الشمس قالعة فقمنا وهبين لطلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى إذا تعال في الشم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنوذي بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فلما انصر فقال ألا إنا نحمد الله أننا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن خلافنا ولكن أرواحنا كان في يد الله عز وجل فأرسلها أننا شاء فمن أدرك منكم صلاة الغدات من غد طالحا بل يقضي معها مثلها حدثنا عمر بن عون أصبرنا صالد عن حصيم عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة في هذا الخبر قال فقال إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء قم فأذن بالصلاة فقاموا فتطفروا حتى إذ ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فطلَّا بنا حدثنا هلناك حدثنا عكثر عن حصيم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فتوضأ حين ارتفعت الشمس فطلَّا بنا حدثنا العباس العنبرين حدثنا سليمان بن داود وهو الضيارسي حدثنا سليمان يعني إذن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قسادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قسادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشم فارتفعوا قليلا حتى تغلت الشم ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر حدثنا عباس العنبري وحدثنا أحمد بن صالح وهذا رقع عباس أن عبد الله بن يزيد حذرهم عن حيوة بن شريح عن عياش بن عباس يعني ارتباني أن كليب بن غفح حذرهم أن الزبرخان حدثت عن عميه عمر بن أمية الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفال فنام عن الصدح حتى طلع في الشم فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان قال ثم أمر بلالا فأذن ثم توضأوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة صدر حدثنا إبراهيم بن الحسن حدثنا حجات يعني ابن محمد حدثنا حريض وحدثنا عبيد بن أبي الوزير حدثنا مبشر يعني الحلبي حدثنا حريض يعني ابن عثمان حدثني يزيد بن صالح عندي مخبر الحبشي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قال فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلث منه التراب ثم أمر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عجل ثم قال لبلال أقم الصلاة ثم صلى الفرض وهو غير عجل قال عن حجاج عن يزيد بن صليح حدثني ذو مخبر رجل من الحبشة وقال عبيد يزيد بن صالح حدثنا مؤمل بن الفضل حدثنا الوليد عن حريض يعني ابن عثمان عن يزيد بن صالح عندي مخبر ابن أخي النجاشي في هذا الخبر قال فأذن وهو غير عجل حدثنا محمد بن المسنة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جامع بن شداد سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله من يكلأنا فقال بلال أنا تنام حتى طلعت الشمس فسيغض النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون قال ففعلنا قال فكذلك ففعلوا لمن نام أو نس حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا سفيان بن عيين عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يديد بن أطم عن ابن عباس قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لا تذخرفنها كما ذخرفت اليهود والمصارى حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي حدثنا حماذ بن السلمة عن عيوب عن عبي خلاب عن أنس وقتاد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد حدثنا رجاء بن المرجى حدثنا أبو همام الدلال محمد بن المحبب حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل نسجد طائف حيث كان طواغيته حدثنا محمد بن يحيى بن فارث ومجاهد بن موسى وهو أتم قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن المسجد كان على عهد رفول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد قال مجاهد وعمده من خشب النخل فلم ندد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عبد رفول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده قال مجاهد عمده خشبا وغيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنا جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقه بالساج قال مجاهد وسقه الساج قال أبو داود القصة الجز حدثنا محمد بن حاكم حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراث عن عطية عن ابن عمر أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخت أعلاه مظلل بجريد النخت ثم إنها نخرت في خلافة أبي بك فبناها بجذوع النخت وبجريد النخت ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر فلم تزل ثابتة حتى الآن حدثنا مسجد حدثنا عبد الوارك عن أبي التياح عن أنس ابن مالك قال قد مرتور الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بني عمر بن عود فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى بني نجار فجاءوا متقلدين فيوفهم فقال أنس كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني نجار حوله حتى ألقى بثناء أبي أيوب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركت صلاة ويصلي في مرابب الغنم وإنه أمر بجناء المسجد فأرسل إلى بني نجار فقال يا بني نجار تامنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله عز وجل قال أنس وكان فيه ما أقول لكم كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرب وكانت فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فتويت وبالنخل فقطت فطفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عبابتيه حجارة وجعلوا ينقلون الضخر وهم يرتهزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانكر الإنصار والمهاجرة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلم عن أبي سياح عن أنس بن مالس قالوا كان موضع المسجد حائطا لبني النجار فيه حرف ونخل وقبور المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامنوني به فقالوا لا نبغي به ثمن فقطع النخل وسوي الحرف ونبش قبور المشركين وساق الحديث وقال فاغفر مكان فانت وقال موسى وحدثنا عبد الوارث بنحوه كان عبد الوارث يقول فرد وزعم عبد الوارث أنه أفاد حمادا هذا الحديث حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حسين بن علي عن ذائدة عن هشام بن عروة عن علي عن عائشة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى يعني ابن حسان حدثنا سليمان بن موسى حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة حدثني قبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة أنه كتب إلى ابنه أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نطمعها في ديارنا ونصمح قمعتها ونتقرها حدثنا النخيلي حدثنا نسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن زياذ بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله أكنا في بيت المخبض قال ادوه فطلوا فيه وكانت البلاد إذاء حربا فإن لم تأسوه وتقلوا فيه فابعتوا بزيت يسرج في قناديل حدثنا سهل بن تمام بن بزيع حدثنا عمر بن سليمان الباهري عن أبي الوليد سألت ابن عمر عن الحطى الذي في المسجد قال مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل وجل يأتي بالحطى في توبت فيبسطه تحته فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكية قال حدثنا الأعمى عن أبي صالح قال كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحطى من المسجد يناشده حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر يعني الصاغاني حدثنا أبو بدر شجاع بن وليد حدثنا شريك حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحصاقة لا تناشد الذي يخرجها من المسجد حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاد أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواب عن ابن جريج عن المطلب ابن عبد الله ابن حمط عن أنس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم شورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها حدثنا عبد الله بن عمر وأبو معمر حدثنا عبد الوارد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى ما وقال غير عبد الوارد قال عمر وهو أطح حدثنا محمد بن قدامى ابن أعين حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعنى وهو أطح حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمر بن الحارث عن بكير أن نافع أن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء حدثنا محمد بن عثمان الزمشقي حدثنا عبد العبيد يعني الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن السعيد بن سويد قال سمعت أبا حميد أو أبا سيد الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك إذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لخذ عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدث عن عبد الله بن عمر بن العاف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعود بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال أقد قلت نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان أفض مني سائر اليوم حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم الزرقي عن أبي قتاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتي من قبل أن يجد حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عمي عصبة بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن زبير عن رجل من بني زرير عن أبي ختاب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه زاد ثم ليقعد بعد إن شاء أو ليذهب لحاجة حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن أعرض عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مطلّاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يقوم اللهم اغفر لك اللهم ارحم حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن أعرض عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحدثه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماذ عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاة ينتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينفرث أو يحدث فقيل ما يحدث قال يفتو أو يضرط حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العافكة الأزي عن عمير الغهان إن العنقي عن أبي هريرة قال قال أصول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حرفه حدثنا عبيض الله بن عمر الزشمي حدثنا عبد الله بن يزير حدثنا خيوة يعني ابن شريح قال سمعت أبا الأسود يعني محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يقول أخبرني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليه فإن المساجد لم تبن لهذا حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وشعبة وأبان عن قتادة عن أنت بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتذ في المسجد خطيئة وكفارته أنتوارية حدثنا أبو سدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنت بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنت بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقاعة في المسجد فذكر حدثنا القعنبي حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن بن أبي حجرد الأسلم سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل هذا المسجد فبزق فيه أو تنخم فليحفر فليدسن فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم ليخرج به حدثنا هلناد بن السريع عن أبي الأحوخ عن منطور عن ربي عن صارف بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل إلى الطلاة أو إذا قل أحدكم فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحتقد نهي اليسرى ثم ليقل به حدثنا سليمان بن جاود حدثنا حماد حدثنا أيوب عن ناسع عن ابن عمر قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نقامة في قبلة المسجد فتغيض على الناس ثم حكه قال وأحكبه قال فدعى بزعفران فلطخه بث وقال إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه قال أبو داود رواه إسماعيل وعبد الوارث عن أيوب عن ناسع ومالك وعبيد الله وموسى بعقبة عن ناسع نحو حمان إلا أنه لم يذكر الزعفران ورواه معمر عن أيوب وأثبت الزعفران تيد وذكر يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع من خلوق حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا خالد يعني بن الحارث عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد من خدري أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها فدخل المسجد ورأى نقامة في قبلة المسجد فحكف ثم أقبل على الناس مغضبا قال أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه فلا يدخل عن يمينه ولا في قبلته وليبصق عن يتاره أو تحت قدمه فإن عجل به أمر فليقل هكذا ووقف لنا ابن عجلان ذلك أن يدخل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعضه حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر عن بكر بن سوادة الجذامي عن صالح بن خيوان عن أبي سهلة السائب بن خلاس قال أحمد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قين فرغ لا يصلي لكم وأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك آذيت الله ورسوله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرر عن أبيه قال سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخلي فبذق تحت قدمه اليسر حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أبيه بمعناه زاد ثم دلكه بنعني حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفرج بن فضالة عن أبي سعيد قال رأيت واسدة بن الأسقع في مسجد دمشق بسق على الجوري ثم مسحه برجله فقيل لك لما فعلت هذا قال لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث وهذا لقل يحيى بن الفضل السجستاني قالوا حدثنا حادم بن اسماعيل حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن فطان أتينا جابرا يعني ابن عبد الله وهو في مسجده فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون ابن طاب فنظر فرأى في حبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه في وجهه ثم قال إن أحدكم إذا آم يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يثارك تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه ثم قال أروني عبيرا فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله على رأس العجون ثم لطخ به على أثر مخامة قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجده حدثنا عيسى بن حمد حدثنا ليس عن سعيد المغضوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمى أنه سمع عيسى بن مالك يقول دخل رجل على جمل فأنافه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين محرانيهم قلنا له هذا الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال له الرجل يا محمد إني سائلك وساق الحج حدثنا محمد بن عمر حدثنا سلمة حدثني محمد بن إسحاق حدثني سلمة بن كهير ومحمد بن الوليد بن ويتع عن كريف عن ابن عبد الله قال بعث بن سعد بن بكر ضمان ابن تعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم عليه فأناخب عيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه قال فقال أيكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب قال يا ابن عبد المطلب وساق الحج حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيد عن أبي هريرة قال اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم حدثنا عحمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا حدثنا سليمان بن داود أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهي عسى ويحيى ابن أزهر عن عمار بن سعد المراد عن أبي صالح الغفار أن علي رضي الله عنه مر بباب وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فلما فرز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض باب فإنها ملعومة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يحيى ابن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح العثاري عن علي بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج مكان فلما برد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمد وحدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد عن عمر بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثة ما يحتب عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الضراء بن عاذب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة في مبارك الإبل فقال لا تطلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن صلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مرصبي بالصلاة إذا بلغ سبعة سنين وإذا بلغ عشرة سنين أضربوه علي حدثنا مؤمل كهشام يعني يشكري حدثنا إسماعيل عن ثوار أبي حمزة قال أبو داود وهو ثوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده قال قال رطول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجة حدثنا زهير بن حرب حدثنا وحيع حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعنى وزاد وإذا زوج أحدكم خادمة عبده أو أجير فلا ينظر إلى ما دون السر وفوق الركر قال أبو داود وهم وكيع في اسمه وروا عنه أبو داود الطيارسي هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب حدثنا هشام بن سعر حدثني معان بن عبد الله بن خبيب الجهني قال دخلنا عليه فقال من رأته متى يصل الصبي فقال كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة حدثنا عباد بن موسى الختل وزياد بن أيوه وحديث عباد أتم قال حدثنا هشام عن أبي بشر قال زياد أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكر له القنع يعني الشبور وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود قال فذكر له الناقوس وقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مكتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه قال فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويحطان إذ أتاني آت فأراني الأذان قال وكان عمر بن الصطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه عشرين يوم قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما منعك أن تصبرني فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد ففعل قال فأذن بلال قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا حدثنا محمد بن منصور حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يُعْمَلْ يُدْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمْ لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيّ على الصلاة حيّ على الفلاة حيّ على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى خوطا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر بن الحطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد قال أبو داود هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيد عن عبد الله بن زيد وقال فيه ابن أسحاق عن الزهري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقال معمر ويونس عن الزهري فيه الله أكبر الله أكبر لم يتنياه حدثنا يا مسدد حدثنا الحارث بن عبي عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان قال فمتح مقدم رأتي وقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ترفع بها فوتا ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا ركول الله أشهد أن محمدا ركول الله تخفض بها فوتا ثم ترفع خوفك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإذا كان صلاة صدف قلت الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ترجمة نانسي قنقر